أسأل خلالة كل مستمعين الأوفياء لإستماع برنامج بكل وضوحة إيمان رفقة للكاتب والبحث في تحليل نفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي مرحبا أستاذ أهلا بك مرحبا لسهنة مبارك الله فيك الله الله يبارك فيك أستاذ اليوم من خلال بكل موضوع وفي موضوعنا غدين تكلموا على بعض الأشخاص اللي كيحملوا في تقاسيم الوجهة ديالهم يعني مشاعر الألام والحسرة والتدمر باستمرار مجرد ما كتسولوا كيف الأحوال كي بدأ يعني كيش كي كيتألم وهات الصعوبة كيعيشوها بعض الأشخاص حتى في حياتهم الزوج يعني كينقلوا هاد الأمر فكلقوا الشخص صيني اللي عندو هات الصعوبة وخا عندو قدرة مادية ما كيش ترب مراضي ما كيش مشاكل ولكن عندو هاد البنية أستاذ فاش نتحليلك هاد الأمر هنا اليوم لازيكم بخير ما كنتكلمش على شخص كي يعاني من ديبريسيون ولا عندو بنية في هاد النوستالجي ولا الميلونكولي هنا اليوم كنتكلمو على واحد الأشخاص اللي كيبس نقوله في الدريجة كي تلوك ما معنى اللوك اللوك هو كتمدغمسكة ذلك المدغة كتسمك اللوك المدغة فكين شي المغاربة أصلها من العربية جابوها التعبير ما كتتلوك أنه كله بحلي كيتمدغ فحلتنا هارفو هادي كل المضيغ دي الماكلة عندو وقت كتحبس وليش شي واحد كيمدغر المسكة كتعرفوه إما مع الصب بغي برد غليدو في كمسكة يماشي بعالم تخون بغي يهضم واخدو هادا با من ناحية تعبير مجازية على حالة نفسية في الحال يالك صبحت عندك وحد العقية كي تلوك من يجي هاد كي تلوك وقلنا اليوم خارج بعاد احنا ما كان عنيوش بها الشخص اللي هو مريض باكتئاب ولا الميلونكولي ولا هادلا هادو ما مستثنينهم اليوم هنغل مشيور واحد الحاجة اللي اسميتها اللوعة شنه يعني اللوعة اللوعة في العربية عندها ثلاثة دي المسالك لحيث المعنى اللوعة كتعني في العربية حرقا دي الحزن الشديد سبب هالهوى او الوجد فرق ما بين الوجد والوجدان الوجدان هو واحد الوضعية كي يبقى الانسان يتساءل فيها على الصفة دياله والاسباب ديال تواجده في الحياة وشناي المهية دياله بحالك يدخل شي بلايس فيهم نوعا ما واحد الميتافيزيك واحد الفيلوزوفيك وتيبقى الانسان هذا هو الوجدان الوجد هو الحدث حضرتي حضرتي فرق ما بين جولتي واستوعبتي انك ذا بحضرتي وحالتا قدر اذا اللوعة واحد نوع من من شعور به ألم والحال ما ايدا تنوح الدراس مشتي واحد لكولاد واحد القاوسة مشتي ديالعفك في الجهة تحتني دياله اللوعة وفي الجهة الفقنية الإحساس ها اهو شعور اذا من تنقوله عندي واحد شعور دائما نقوله إحساس إلا الشاعر العربي اللي قال نعم أنا مشتاق وعندي لوعات احط العربي القدما كانك يعرفي ميز ما بالإحساس دياله تب هيا كتغني أصلا إحساس غريب وهي رف الحقيقة رأى لوعات شعور العربي الجهيد هي ما مزقلهاش نعم أنا مشتاق يعني الشوق او حط لين المجل ويدقق من الشوق غادي ينزل وعندي لوعات شعور العربي اللوعة يسميه لافكت لوعات لافكت غير اعطي لها ربعات ديال الركائز المكون لون ديال لافكت كأنه خصوم وجدال خصوم وجدال كالقواف المرافعة في المحكامة أنا كتلقى المحامي ديال الدفاع مع المحامي ديال الخصم واحد الخصوم وجدال تقول لك اللوعة هي واحد نوع من خصوم وجدال كتفرز لنا من حيث أشياء كتخلفها شوف الدقة دياله دولة مانيفستاتيون الدغنية سان بخصوم سانساسيون بوطنة أصل الإحساس ما معناه أنه شكل كي يسبق الإحساس ديال من كي يتزاد الوليد شون يسبق الإحساس الإحساس رأي شيء طيب تحت منو شيء مر شيء مقرح سميتو اللوعة ولا فك إذن بداية الإنسان في الوجد هي ذيك القرح هي ذيك اللوعة بتي يقول لك لذا فكتكوريسبوند على دي بخوصيد و دي شارش هاد اللوعة بتعتبر واحد نوع من الخصوم وجدالك تفرز في واحد الأشياء في المخلفات دياله في اللخر دياله في الفان دياله اللي بحشي عامي ديالك الدار في اللخر دياله غتفرز لنا واحد الأشياء غادي تبان غادي تشعر على أساس إحساس مكويل أول تاني بدأوا بوحدو في العلماء ما تلقاوش يوحد في المستوى تعد العلماء ما تلقاوش يعني را تنوى تلاتين عام ونا تنمحات مالقيت يبحالو تيقول لك الأشياء تيقول لك ده بالتاني المشكل هو بنفسه هو تيطرح تسعيل تيقول لك المشكل هو انك تعرف مش نتي ولي لان كان واحد الحاجة اللي مدحورة في النفس غفولي وكان واحد الحاجة اللي ظاهره ومستوعبه تيقول لك هو بحالك يتسارم بين ماقدرش يدخل شي بحالي ذاتي واحد درس ندي واحد فراشة ولو عم تعلق بها ذاتي كرة من الفراشة واذاك الفراشة مثلا وقعت شي واقعة وهنا عند جاكلاكون لغوف والمان مختلف بزاف على فرود وعلى الاخري لغوف والمان الدحر والكبح النفسي عند فرود هو سببه واحد النوع من تيربطو دائما بلا شوز سكسويل وتيربطو دائما بلا انتردي هنا جاكلاكون لا يربطو ديزير بالرغبة وتيقول لك حيث الرغبة دافئة على الفعل وحيث اليدانتيفيكاسيون باش تكون تشبه للمك وتشبه لباك خصكت تخضع الأوامرهم خصكت احتارم النواهي ديالهم كيفاش غادي تكون في واحد الرغبة وتكون احترام واحد النواهي اذا غا تكبح واحد الرغبة وتيضيف جاكلاكون تيقول لكم ما يمكن لك تدحرها انو باكت غفولي توسكياتي سيني فيه يعني ما يمكن لك من حيث البنية نفسية انها تدحر الداخل حتى تكون تستوعبات تستوعبات تشبه لكم تدربه تخلعو اذا كرا مريدوش لبروسس دوغفولمو اذا كرا غايت تواغ اما الغفولمو راسي كم سي يلدسيد كيقول هادي ما بغيتش نديرها تانا بغين خضاع اي واحد لابرأس او فلان كونسيو كالداف البسيشيك اللي كات لفاها نعم لها نعم لهادي للا هادي وكيدخل واحد لفاهاك 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 يقول كادلو هاد اللوعى كأنها نزالقات من حيث هادك الشيء اللي اللي مدحور في النفس اللي غادي ندخلوه في اللغفولمو وما بشاتش وما تعلقاتش بشكل كل مالتحماتش بلغو بلغو رهب ريزانتش سيبستيبتوتيف على لكل اللي لتخوف انه واحد الولد المربي مع واحد البنت ما عارف عاش راخته وكيحبها وكيتمنانهم اللي كبير يتزوجها بقين صغر ما عارف عاش راخته واحد نروي تحضر عمته ولجده قلت له اش كد دي انت قلت له هادي اللي انت كد تلعب معها وقد تغزل فيها اش كد حلم هادي راختك اذا اشتجاه ديك الرغبة اللي كان هو في الخافاء في صدره تيقول هادي مغات كبيرة تكون مرتية وتيتمنى هادي رغبة كلها في غيدين هدا بغدي حرقها اي لوحة اخصو يدحرها يدوالا غوفولي حيث صبحاتها بمزدود وإلا غيدخل في فزين المحارب غيدخل في لانسيست شي تيقول لك اللوعة انها مد مد خلات مد حرات مرقات تلتاح بمعناه هادي اختي وختي يكرر هادي اختي يلقى دائما واحد اللوعة لهذاك الشعور الاول اللي واقي يقرح فيه اللي كيقول وكو عما كانت اختي شيدك الساعة هادي اللوعة هادي اصلها انها مد خلات انها تكون في غوب خيزونتاسيون غوفولي وما دخل مرقات الغوب خيزونتاسيون راها بحال اختي راها اختي راني كان بغيك بحال اختي اولي راكم تماراد عين راكم راد عين بزولة وحدة اشكا تحلم راهم راكم تزوجها دي تخيزات هذيك الجدوية صراعو كيشوفها ابن الجيران غادي يقراه ويكبرو ويحلمو وكيقول غا نزوجها شو يطاق فاليكم اللوعة ثم التال تقولك اللوعة تتعطينا واحد واحد الدالة مهمة على الكم اللي مشحنا به الهزة الابلسيا تقولك هذه اللوعة هادي يعني في تلوك ديالها في اللوعة ملكي يقول ملكي تلوك حولها دالة على الكم على الفاكتور قانتتاتيف ديالة ديالة دا ما تفرج فالرابا الرابا تقولك هذي اللوعة عند علاقة بتأسيس لمو ويلي ديال 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 مو و أول مرة في اللعين ديالة اللعين كنقرع عندو سسينو بوها جستمو انفان دو كونت وزيتخ اللي فغي ايكي شيرلو يقولك احد الله صغي سدالة هو ما عادي يعطيهاش اخلا تكتاشف عارقو عليها لجين بادو إذن شكي بللينا في هد في هد اللوعة يقول جاك لاكون في تيوغيم ديالو يعطيه بعض النظريات دقيقة بعض الاترابات النفسية وعندوه واحد نظريات عامة كأنها ولادة البنيات أخرى يقول البنية المضطربة هو اخلا عام هنا ما قاش البنية المضطربة من نوع هستيريا ولا نيفروز دانجواز ولا اوبسيسيونيل ولا بارانويا ولا ما قاش قال البنية المضطربة البنية المضطربة توقف على ما يلي الذي هو من رتبة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل سجيل طلب الحاج احنا يا شنو ذاك لكي تلوك شي نقلنا له عندك اللوعة اللوعة هي شعور الفوق يولد واحد الاحساس ولكن مشي حققته الاحساس مشي حققت الشعور مشي حققت هذه اللوعة الشعور عنده وجوج ديال الروافين لوعة التحت واحساس الفوق الشطر اللي من هجيها اللي ما مضحوراش بعد ما كتتعلق بما بالتمثولات عين تعلقها بالتمثولات اللي مرقتش انها تجسد فيها تحديد احساس اما الشيء الداخلي ما معرفش تقول لك يعني هنا فتجاد دخلاني هنا ما معرفش بعد الفتح يلا عارفين انا مشي من انا يقول الله وعلم اذا بعد ما عرفنا بهذا القضية اللي هو اللي كيتلوك اذا هدك عنده لوعة لوعة منين اصلها او عندها ربعات الاصول لها الول والتاني 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 والرابع اللي قتلكم ده بغا نشي الواحد الحال اسمي هالبي المطاربة تتوقف على ما يلي الذي هو من رتبة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل سجيل طلب الحاجة هنا هد الانسان فعلاقته بالرغبة هد الرغبة زاك لقون تيعطي لها محد الشيء هائل خاصة فعلاقتها باللوعة تيقلك الرغبة يمكن الانسان جزئيا او بشكل كامل يوصل انه يحققها يعني عنده رغبة في الجيمة يقدر جزئيا يجمع مع زوجته شوية تقرح وكي يحبس ها هو جزئيا يحقق الرغبة وتقدر تكون مرتو مستعدة وعندها ظروف نفسانية وعضوية موال ما ويقدر يمشي وحتى القرار ها هو وصل لختم اذا يقول لك الرغبة ستلقى المخرج في ثلاثة المثال يأما تحقق جزئيا أو كليا يأما أن هذا الشخص يعتبر تلبات هذا هو الغزال حب الغزال هذا العاشق والمعشوق يبقى يبقى لا أريد أن يجمعها لا أريد أن يبقى يبقى يسمى للموغ كورتوها فيه واحد النوع من الرومانتيزم الول هو الرغبة ستقدر تصل جزئيا أو كليا أنها تقضي حاجتها الثانية ستعتبر أنها تقضي حاجتها وتقول لك عنده واحد جملة هائلة تقول لك الغريب في هاد في هاد هاد هو أنه كان واحد النوع من الأشخاص وهنا عندها علاقة مع هادو اللي تكون عضويا ما عنده جترب صحت وبي خير ولا خير ما تقدر ش ينكح زوجته وهي كتكون مشاتلا عند الجينيكولوج مشاتلا عند السيكسولوج وما عند هاي تش مشكيل يقول لك جاك لك نصف دو ك نا 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 يقول جاك لك ديزير سي بلو سوفان ك سنتور ك يل ردو تلا ستس ديزير كم لفزان ديزير 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 أصوار لأوطر ها لأوطر رغبا كتلقال غايتها جزئيين ولكلين كتلقى كتلقى بعض الأشخاص يعتبر النهار سافي غادي تقدى وغا تعتمو تحا وبل بعد الأشخاص يكونوا بعض النهار تبقى هاي يقول لاب لاش ما ندر واجي عن الضاكرا واجي عن تعانقو خلينا نقرأ وكتب بارك تقول هاي شريف ربغين أتال لأ انت مركبة غا تأ عين ها ثم التال يقول لك الشخص يخشى غضوط يخشى هادك المتعة ويحقق المتعة فق ديزير الرغبة ديالو اعلاش قال لك تيخاف ويخشى تحقيق هاد المتعة لأنه جعلها وقام تعلقها بالشخص الآخر بأن هو اللي غادي انجزها ماشي انت اعلقها بنفسه هو حيضها من نفسه وحطها عندك بحل انت مسؤول على الجوج ديالك التو دياله هو شهادي غيقول عليها واحد لكلمة ماشي ماشي خطيرة غيقول عليها هنا رانيقل سنهر السبت وغير ايضو وقت سنهر السبت لأن الدبيحة عندنا نهر اثنين السوق عندنا نهر السبت لنت قد دو احنا السوق السبت ولا ادن اما لنت بحوف اثنين شتوك يا 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 سنهر دفعتي القصعة يكون ماليا بركي انتم مدفعي القصعة ونحصل ماليا بكل معنى احنا ادكار المغرب وابت عميل حتى نقصها رائع بنوضي اذا ستتعرق عليها وستتنوضي وكاك غيقول واحد الكلمة خطيرة غيقول لك والرغبة راشي ان الرغبة شي لوداي زيغة النوبج الرغبة شي وغادي قول علاقة المرأ بالشي ليست بعلاقة الحاجة علاقة المرأ بالشي علاقة معقدة وانا احاول يقول جاك لك بالضبط تعبير عنها امامكم في هذه اللحظة دعونا نشير الى هذا فذلك لان هناك هذه العلاقة من تعبير عن المرأة الى الشي ان الشي قد يكون شي ما الذي ليس هو الارتباط ولا المعني بحاجة هي في المرأة انما شيء ما الذي يدعم المرأة في اللحظة المحددة التي يجب ان يواجه فيها ان امكان وجوده الذي يدعم دائما تتكلم عن الشي الشي الذي يدعم المرأة في وجوده في وجوده بالمعنى الاكثر راديكالية وبالتحديد في هذا بالضبط هنا يستعمل الكلمة باللاتينية اكزيستر اكزيستي بالفرنسية شدقص ما نجوش ويدير اكس سيستر كتعني باللاتينية فوار ناتر الذي يرى وجده اللغ شنو قلنا اليوم اللوعة العربية كتعني شنو قلنا عندها حرقة أصلها حزن عندها حرقة جاية من الهوى عندها حرقة جاية من الوجد نلقى هذا العليم قال الذي يدعم المرأ في وجوده في وجوده بالمعنى الاكثر الراديكالي وبالتحديد في هذا بالضبط اكزيستر اكس سيستر فتعني فوار ناتر ان يرى وجده في اللغة اي انه يتكون من شيء خارج عنه في شيء لا يمكن له ان يدركه في لغته الخاصة فقط في اللحظة الدقيقة عندما يكون هو كامر التنح وغاب وانضطر من خلف اسم دال فيما هو بالضبط هذه النقطة انصح التعبير نقطة الدعر بلكم من خلالها واجب به التعلق بشيء ما وهذا هو بالضبط ما يتعلق به كشيء شيء موضع الرغبة بمعنى بمعنى يلا قال لنا لدي زيغة النوبجي لا يجب لكم بخير ما ترجمو الشيء على اساس هو شيء عندنا اصله من المشيء مرحبا مساء الخير لكل مستمعين الأوفياء اللي استمع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث فتح للنفس وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي أهلا بك أستاذ مرحبا مرحبا لسنة شكرا لك أستاذ اليوم بكل وضوح وفتتم الموضوع وضحتنا البارح أصل اللوع اللي تكون طفل وأول شعور كعيشه هو اللوع ما بين الرديع كرديع والأم ديالو ثم تتولى لأني انت تتولى ذلك اللوعات عند الشخص مراحل العمرية وعرفتي كذلك حتى أستاذ بالبنية بصفة عامة المضطربة وعلاقة الشخص بحاجته اللي يطلب ولكن أستاذ نبغوز تتوضح لنا الشخص المحروم يطلب ويرغب ولكن لماذا بلوعة وعنى وشكين بنية فكرية والعقلية اللي تخلي عندهم الطلب والحاجة يكون فيها هاداللوعة وواش الشخص يعني يقدر يخرج من هاداللوعة فعلاقته مع الطلب فعلاقته مع الرغبة فعلاقته يعني مع الحاجة هو للا التحليل والبنيان الفكري اللي في مادة ديالتحليل شك تعني التحليل كتعني في الكيميا اننا كنحل واحد لجسم المكونات ديالو الصغيرة الدقيقة وإلا فهمنا كيف هذوك المكونات الصغيرة الدقيقة كتتركب فيما بعدها كنقدر نفهم الجسم مش في حالته السليمة حالته المرضية باللي لحيث الفكرة تهيرة بحل الجسم عندها اشياء كتركبها والفكرة عند الانسان ما هيش فقط فكرة منطقية لغوية فيها الاحساس ديالو فيها الخيال ديالو فيها الظن ديالو فيها الوهم ديالو وهدو هم المكونات ديال الفكرة والفكرة هي مؤسس الفعل والفعل هو مؤسس العمال والعمال هو مؤسس الانجاز احنا في مجتمعنا المغربي في مجتمعنا العربي الكهمني بالخصوص المجتمع المغربي كان عيش وحد طلق بكترة كان عيش تصدع تمتل ديال ما يسمى الحب فكلي كيسحب الحب هو المتعة الجنسية كلي كيسحب الحب هو هو انه يعيش الشهوات ديالو والرغبات ديالو ويبدل للنساء بشكل كيف ما بغاه ولا هو مزوج وما خصاش تبززعلو وإحنا هنا ما كنديروش طرح اديولوجي ما كنديروش واحد اطير نوعا ما اخلاقي انا اللي كهمني شخصيا هو كين واحد واحد النهر ذاك النهر كيصب بيديتو الحقيقية خليوها بين قوسين ولكن بيديتو التاريخية ركيصب من عن سقرات وغادي يشتغل عليه اريستوت وغايشتغل عليه ابن نشت وغايشتغل علو الفرابي وغاديشتغل علو لقون وغايشتغل علو عبدكم ضعيف دريبي احنا باركين بجوار هاد النهر هذا حاطين جيلاتنا هاد ضفة عاد النهر وكين اللي بحر وكين الجلوة في الدنيا ومن لين الانسان من التي تجلع وكيجرب ما بغى بتحصل يجيب لك عدنا فهدل وين الاسم تواد الحقيقة الحقيقة ماشي معانيتها ان عندنا جواب الكافي رأيك نقول لها ونردها الله يجزيكم بخير ماشي الحقيقة هنفد الباب رأي ماشي هو الجواب الكافي التام اللي غاديش في الغريل سؤال ياريك الحقيقة هو ان الانسان أسلم خطيئة اللي دار سيدنا أدم ومن وحواء من اللي اخترقوا وتجاوزوا وحد وحد النهي هاد الخطيئة هدي السؤال واش عندها بقايا لان احنا منهم احنا سلسلة منهم راح نولد سيدنا أدم ومن حواء اذا كان الخطيئة الاصلية الكبيرة وكان الاخطاء ديال الانسان في حياته اللي غا تقدر تشكله خطيئة شوف القبيل الخطأ والخطيئة ان الخطأ هو اللي يدير الانسان بدون القصد والخطيئة مالكي واللي يفاهم كين وحي اللي بني كتخدم فيه وكي يبقى يستمر تسمح خطيئة اشي هديك الخطيئة حلال فكرة الإسلامية كتدخل جهنم وجهنم من نسبال يا أنا راه كين في الأرض قبل ما تكون في الآخرة يا الانسان يكون واكل شارب عنده الفلوس عنده الخدمة وعايش العافية مجرد لاشي حاجة اذا هذا التحليل اللي كتسموني كمرة مرة كمرة من دقيق قدين مشي وندخل الاناوش الانا كتدل عليك انت ولا هي كتدل على انت فيك انت وملي انت كتبغيتنا الخطة كتلقيها لنفسك وكتصبح انت هو المتلقي الاول اذا انا ما هي الا صورة كتعكس انت لاش قندخلو احنا نديرو هنا وغال مشي وعند الكو جيتوم ديال ديال ديكار جي بان جي سوي لك غير قليل عب هديك الجي التانية بان اللولة ما هي غير واحد الوظيفة من حيث اللغة والتانية هي بقينا ندقوه من اللي بقينا كان لعبو لما هي ديال ديال الشعور والإحساس واللوعة علاش وضعت الشعور هو الاصل والإحساس واللوعة الفرع ديالو لان في العرب الشعور هو علم والإحساس رفهم من تحت مصدر العلم انتي وقفة في الطوبيس وواحد بيدو لك عفا اختيك حزب ويتنزل بتلمش جالك غيقاسك باش يلفت لانتي باديالك ولكن قبل ما تفسري هذي يدو فكتفك واش كيتلمس علي ولا كي يشعرني بوجوده ذكره هو الإحساس بشيتي حللت حركة ولقيت ينظر على وجهه وقلت وكحزتي ولكن يدار يدو شوية ويتملس مبقاش هذا يستأذن نظرك يتلمس إذا لحتي نفس الحركة في نفس الأمر الإحساس مختلف اللغوي الفكري تحليلي لاش بعدنا واحد الهدف نسخيني واحد الهدف لغندوز كمال السيبة طومي كل لغاية غدين مروا من علم الضرة لعلم أجزام نستمر في علم الضرة واحد شوية وغدين نخرج لعلم أجزام قريب باش ما نعطلوش على الناس أحبابنا فإن الإنسان في قلب يشبع الرغبة ديالو لساتيسفاكشن ديزير جاك لعلم هنا يقول لك لساتيسفاكشن ديزير هذا كل الإنسان يمتع نفسه ويغلغل في المتعة ديالو يقول لك هذا الرغبة يمكن لها تلقى حاجتها في المتعة يلو ياريب اصي ديالو ساتيسفاك تاني يلو ياريب ديالو لانتسيپاك كم ساتيسفاك يقول لك تاني أنه بحل لي يمشي في الخيال ديالو في الفكر ديالو لا أساس في قلب حاجتو ديالو تلقى واحد العدد ديالناس اللي تكونوا في لاموخ كورتوى ولا في المخدرات وبعض من المنشيطات اللي ما كتبقاش عنده ميول العلاقة ديال الجماع يقول لي بغي يشوف مرتغي عريانا كتشي احدا وصافي بلأ ميقبلك يبحلك من البعث بارك ابيض ابارك كتقول لحفيفة فغير عم كي هانتي حفيفة مم ها راكير واح نعلم جاك كور عبقاري الاحتيمال تاني هاران التالث التالث هو تيقول لك لسجي غودت لساتيسفكشن دسان ديال وهذا هات التالث هو اللي غي اعطي واحد النواء هائل اللي هو الان puissance دي سجي puissant ينسوف باد impuissance وكتلق سوفت واحد رجال عنده القدرة عن تيصاب عنده قدرة عالجيماع عنده قدرة عالجي كله ولكن فلا نفسه تحط في هاد التالث ما عارفوش لسجي غودت اشتي بحلمي كتشها واحد طرف ديال ستاك مشوي خلي وانتو في حد العربية وانتظار تلقز ما كينيش وكين لسوبر مارشيل وانتو بغيتي شي طرف ديال الحم شي شي طلعت مشوي وانتو في العربية عنده كله هاتمشي هاتشري خروف وانتدبح ولكن عافتي باش تدبح هاتك الخروف وتعلقو وتصلخو وتنكسلو فادو وتريح تدم والدبان مجججج وشكو اللي غايصبرك انك غاتمشي تمرمد مع هاتك الخروف وما يخلك شدبح ولا غايفر كلك غايق لك هاتحك وغادي تتغبر شكو اللي غايصبرك على هاتي كله اللحظة اللي غاتغسل وتدوش بعد ما دبحت وصلخته وعلقته وقردته وتتحط هذا قصتك اللي انت شهيتي وتتشويه مقاد بشوية وتتحطه في طمصيل وتدير بردتي وتتبرك إذا نطلقنا في الأول من الشهية ديال تدك للحم شوي ها هي الشهية هذه هي الرغبة الحاجة هي الجوع الطلاب ما كين حد اللي يلبيه لك ما كين جزير ما كين سوبر مارشي ما كين تا واحد كين الشهية وكين الجوع يمكن لك لو بغيتي حرم راسك من الشهية ديال القوطلات مشوي وصير كل خبز باللبن ولكن الخبز باللبن رماشي ولك وطلات مشوي مع شوية ديال زعتر وشوية ديال توما وشي شوية توابين ماشي بحل بحل هذا حامض كي قدع وهذا كل النقعة اللي تدام الشهية عندها عندها عاقبخ سكتطلع بحل العسل العسل كتمشي كتتجني بحل كرموس شاعد النحل وعض النحل ولكن تخيديك الحلاوة بكتجي كلك مبوق العضان وتدير بغرير مطفيف العسل معز بدال بلدي وتتلوي بغرير ادخيدي باش واحد كي شاطري كفي جوع ونخدم تنبغر في اخطاء ديال سمح الله يرضي لكم حي الانساء باش نعطوهم ميت خس نعطو حاجة اللي يعرف ها اذا هاد الشخص الثالث بعد ماتش هادا الكوطلات مشوية ويتلفت ويبهلو الخرفين كاينين مولها قالوا سيدي بسم الله هادا الخرف الثالث النجاة واحد خمسمية درم ودي اران دا ماشي مشكلة انت معرف هدي لكن رخص ينكس ها صو يقرد ها ويبعد ما يدبح ويتمرمد وتي يقول لك وفي الأخر ما يطلعش الحم دي لابنين بلاش من هاد الشاهية قع شوش قال قال وما يطلعش لحم هابنين باش عرفت ما يطلعش لحم هابنين تضوقو وباش تضوقو وخص تضبحها وتصلخ وطقردها وطيبها شي ويدر فط وقال وما يطلعش لحم هابنين وانا انا ضيع جهدي وفلوس وكل شم كار فاس قبلاش نمش ولمش ولمش اذا كانوا مع الناس راجل مع مرأة مع راجل من التي يكونوا عايش نسيغة اللوعة واللوعة عندها ثلاثة دي المثاليك عندها مثلك دائما نفتح لي جاك لكم يقول لفك تغيث تسيبزيست ان توتاليتي وان بارتي تلك يقول كل لوعات هتقدر تبقى يعني اما كل هاي ما جوز من ها الثانية المثلك الثانية لها يقول غادي يوقع فيها واحد الميتامورفوز يعني غادي تحرك فيها ميكانيسمة الداخلية وغا تولي حاجة اخرى وغا تتعلق بلوعات في نفس الكمد الشحنة اللي فيها تخلط معهم وبالاساس يقول لك هنا تعطي تزيد تشحلك القلق هذي القلق اللي دوين علو تقول كيزيدي فاقمو هاد الغوزي ولا اللوعة رقمجوش هاللي بغي تحييد الانكسية تواسير حييدة تقلب حييد الانكسية تواسير حييدة ويجي اخبرنا هاي إلا ما بهمتيش اللوعة واللوعة علاقة هاد غتفرش عن الخرج او الثالثة كيقول لك كين واحد الميكانيسم اللي كتم حق اللي سوبريمة ستدير كو سن ديفلوبمان اي انتخافي لك عندها ثلاثة المسالي بعد ما شفنا هاد الرغبة كيف كيف كيتم اشباح نحن انسان كي قدي حاجته في الجماع أو في الطعام أو في الباس أو في كذا أو في كذا وصف انتهى هالأمر او الناس خورين كيقدر الانتسي بطي يقول لك بانسي سيف درتها حال لك كليت كالعسل لبخيل ما باش ميبكر شو لدوم العسل كعطي خبز حرفية يحل الحق للعسل يقول طلطة وديوا كليت كالعسل هز بداء كليت كالز زبداء حال هادو كيني والثالث لا الثالث يقول لك غيحمل لآخر اللي عيبء بلا ما يصرح له ديال المتعة هنا في هذه المرحلة هادي الفي ديبان در لآخر رفق انك تكون في علاقة مع شخص انت خمسين هو خمسين وتتجداهد وبجوج باش تحددتو هديك المتعة رفق انك تتجداهد انت والاخر مرة تزقلو مرة يزقلك مرة تعطلع له مرة تزقلك مرة سبقه مرة سبقك ولكن رحنا في جديهد وفرق انك تجعل الاخر هو العمد والاعتماد على ان الاساتسفاكشن اشباع الرغبة ديالك مرة تزقلكم مرة تزقلكم يتكلم لنا على واحد لانفروس ديپندانس تراب نفسي ترجمة ديالو المعوالو المعوالو الانفروس ديپندانس وهد الانفروس ديپندانس المعوالو مبقيناش هنا في اللوعة على اساس واحد شعور اللي فيه ألم اللي البنية ديالو متعلقة مبين وحتى تمتول مضحور مبقاتش مية في المية في تمتول مضحور اللي هو بخيز نطع سيون غفولي ومجيش داتش تمتول اللي كيلعبنا الوظيفة من حيث المعنى أخذتكم مثال بارح على هذا الشاب وحتى الطفل كبارت معاهم واحد البنت في الدار وهو دائما عزيز علو كتعجبو وغادي انت يكبرو خمس سنين سبع سنين سبع سنين سع سنين يلعبو ديما شهد لها في ديها ومشو مدراس بجوج ويجو مدراس بجوج ويشري لها زريعة وتشري له هي دا كل الحلي واو وغادي انت راع راع يتواعد بعض يات يقول راختك اشتي هنا هذك الحب اللي هو بناه قبل ما توصل المعلومة بانها رام راد عام راخته ركان كيتمناها كان كيتشهاها هلا غيصبح في لوعة فما قدر يدير لغوف ولمون ما قدرش يدحر هي تدحر رب حل رب حل اقصاء رب حل اللي كات في نفسك كات تدحي صاف كات كات دفن وانا الله يجز يجدروا اشتي بحي منك تلوح هذيك في الباطو دير في المرصى عندهم واحد القنبف واحد الكروشي يتسمى لانكر شو يتلاح ولقى عرمل الباطو ميزقاش خصو يلقى صخرة خصو الكروشي دير السفينة يتلاح لانكر خصو يبقى غادي يجار ويجار يلقى صخرة يلقى صخرة الباطو فلقف صخرة كيف تكون في البنية النفسية باش تكري الوغف المو وغا نتكلمو على الانكونسيون ديال الانكونسيون فوقاش كيتبنى هذي البنين ديال الميكانيزم ديال الانكونسيون في النفس لك لكم فصلوا لفرماسيون الانكونسيون يعني ما شاء الله وحد وحد العلماء ايدي ونخلوا هذا القوس هذا إذا بعد ما صنع لفصنع 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 سنع لفصنع 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 هذا لفصنع 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 وبداية بنية مرادية حتى ذا بك باش نقلنا نقلنا من واحد الإحساس طبيعي اللوعاء دير ذاك الدري صغير يالله تزاد ركيبك اللي بكرة ما كينيش فرحان احنا كان زغرتو وحنا كان هلو وهو رهد الله اللي علم به بالخلاع هي يسمي لك لكون دعر مدعور اللوعاء وملك يتخطن الدري ويحلو الحجام فخضاتو وشدو ذاك اللحيمة وقبعد مقصد راب دمعيات والقرحة وغوت وتخيل مقطحن واليدي واللوعاء شاديك اللوعاء ديال اللولة من اللي تزاد وكيغوت تانية من اللي فتما توم موحي تلبس زولة تخيل هي فرحان واليدي فتفطم غايف ديالكل وصير سولو هو شعده اللوعاء شادي اللوعاء 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 هنالبقي مش المراد راح في التالتة فلا سيتسفاكشن ديزي الرقم ثلاثة من اللي كيواللي العماد على الاخر مياه في المياه وبقى الشارك مياه في المياه سواء المراد العماد على الهو يحمل الاخر هذا باش أنا كنا نفسي لكم مناش واحد العدد دكورة في العالم العربي الفنيدة الزرقة حيث رتلح العماد من الهيل هي واش بغيت احبيه بقى وانا راني مقدارك شوف انت الشغول ديالك ما هواش امك كالفيل واقتل راسك تاكو الحثمات في فنيدة تصير قا عند الشركة تصنع لك بوطة دي رفق مخوك هاد الشي يخدم فك وهو تيقول لها واش نبغيتي ارا الانتصاب كاين راش الفوحول كايلة وشوف انتي ها ها هالعوة هكا يعويل هنجاك لك ها يقول لكين نيفغوز دو ديبوندانس لا فكت هناللوعة ما بقاتش هذيك الشيء الطبيعي اللي هو ضمن الاحساس والصباح دا باكيش كالعرض هاد العرض غي اعطيني علو تفسير غيقول علو هذي يعني بان السبب المساهم في مسألة العرض وهو حرفيا ان شؤتم سؤال لكن ليس العرض باطارين منه العرض هنا نتيجة الاطر هو من الرغبة يقول لك ceci veut dire que la cause impliquée dans la question du symptôme est littéralement si vous voulez une question dont le symptôme n'est pas l'effet il en est le résultat l'effet c'est le désir دبا تخيش دك العرض دب احنا دبا بدينا في البنية المراضية العرض غيره بتو جاكلكوباش غيره بتو بسؤال وبالرغبة مازي دبا غنشي لتكوين العرض اللي بنهنا على السبب اللي كي ساهم في مسألة العرض السبب اللي كي ساهم في مسألة العرض هذا يعني بأن السبب المساهم في مسألة العرض يقول جاكلكون وهو حرفيا إن شئتم سؤال لكن ليس العرض بأطارين منه البلحة اللي كتكن نقول لك الأطار ديال روبانسون كوروزوي والأطار أنا ديال بباف المميع قلسي ركتكن مجد لهذه المسألة اليوم لكن ليس العرض بأطارين منه يعني العرض له سمتوم ما هوش أطار ديال هات السؤال ولكن العرض هنا نتيجة الأطار هو من الرغبة لا بغا نشيو لتكوي العرض فمشيو نشوفو لكونستيتيشون تكوي العرض إذا كانت الرغباها هنا إذا كانت من تم تنطلق لنقل ضواهر مجازية فهذا يعني تشويش اسم دال مدحور على اسم دال معروف هذا هو اللذي يكون العرض أنا غادي تكلمين على لستركتور ديال الغفولمان وكين واحد لانتغفيرونس لانتغف على ما يلي الذي هو من رتبة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل سجل الطلب وهنا حبابي غنخرجوا من السيباطوميك من هذوك التفاصيل ديال الرغبة وديال ديال لوعة وديالشعور وديالطلب وديالحاجة وديال اضطراب معويل وغنمشيو لعند واحد العالم ليفيستروس هد العالم غيتكلم لنا على المرأة في المخطط الاجتماعي وتيقول عليها هي صالحة لمقايدة والصرف هد العالم هندرس في تاريخ جميع الاشياء اللي زوبجي نتعمت نترجم الشيء بأوبجي ولو انه غير وجه من اوجه الترجمة دياله ولكن هو حقيقة رأى الشيء عندنا في العربية اصله من المشيئة ولكن من الوجه دياله انه يجسد في واحد شيء مادي غير يجسد ما حقيقته من المشيئة الشيء من المشيئة ولكن لا يقدر يكون امر يقدر يكون نية يقدر يكون قول يقدر يكون فعل يقدر يكون مادة هذا هو الشيء عندنا في العربية اللي يتجسد في هذه المعاني فليفيسترووسكي يقول لك المرأة في المخطط الاجتماعي هي الصالحة للمقايدة والصرف وان احنا في المجتمعنا العزيز كنقولو ما شوف لك شئ مرأة ودير شي وليدات وبل اما تكملي قراءات كنتي مانجحتيش في القراءات وكاللغزالة سانيتي تزوج شي واحد وولدي احنا كان نستمرو في المخطط الاجتماعي للمرأة هنا صبحت صالحة القضاء واحد الحاجة اذا كيفاش المعنى اللي مأسه هو اللغة مش انتا اللغار هي اللي مأسه المعنى وماش انتا ولكن من اللي قلت لكم شحال هاديو نذكركم بانا لقلت لك ما معنى الحياة ما غير ممكننا نعرفوا معناها الحقيقي الا بمعرفة الموت ولكن منك تقول انسان اعمى ما معنى الحياة كي يقولك هو نرجع البصار ديالي منك تقول انسان غريم كي تسالوه ديون شنو معنى الحياة كي يقول خلص ديون فهنا المعنى مبقاش مرتبط بالبنية اللغوية البيانية لكلمة حياة ولا التعريف ديالها هو حاجة الانسان مناش مخصوص اذا الخصص كيف يفسد لنا المعنى ويعوج لنا المعنى وكيصبح حقيقة المعنى ومن امتى الخصص كان هو اللي يشكل حقيقة المعنى العلم هو اللي يعطيه حقيقة المعنى ماشي خاصاص كنتك ماشي حاجة كنتك اذا ده هاد الملوك اللي هو الموضوع اللي بدين الباب هاد الملوكة اللي كتلوك الى كان بقين فيها شضايا اللوعة الاولى ومستمره مستمره مستمره اذا انا واحد اللحظة هادك اللوعة تصلات بواحد البنية بنية مطاربة اللي تيقول لنا بنية الاطراب هو على وجه تحديد ونجده دائما هاد البنية تتوقف على ما يلي اللي هو من رتبة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل سيجيل طلب تيقول لك لا بغيتي تقلعه وتسلك بنفسك من هاد البنية عندو واحد تعبير هائل تيقول لغاشمان يجب العمل على قتلاع الشيء من حق الطلب معانية هالشتيه هالك خص 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 اللي كان عيشو في حياتنا الزوجية في حال عدد من البيوت عيشين بنيين حياتهم لا خص ما خص ونية والخص شنو خص خص شنو جدي جبت شنو باقي باقي شنو خص خص هذا كي تعتبر طرف من الحقيقة للحياة الزوجية يغي طرف لأن الطرف الآخر هو مكتش الحج الحاج شنو جدي منه خلينا من زمزم والتمر والتواب والبخور لا لا ما جدي واله مشيتي الحجيتي وجدي وجبتي معك وما جدي شنو جدي شنو جدي لأعلاق نزوجي دمني كنكون كنتكلم معه وكنقول لي على الله هات سيد زوجتي على أساس تولدي ومولد توش قلتي واحدة نوبة قلت لها وش قررتي معرفتني شنو كنقصد وش قررتي وش قررتي تبقي معاه ونو تبقيش معاه وش نو كنقصد وش قررتي اليوم تستثمري فيه حبك وش قررتي وش تباش تقرر وش قررتي ويقول لك يجيب العامل على اقتلاع الشيء من حق الطالب حيث راشتيت الانجاب اللي كانت بغا تولد وكانت معتبرها الشيء بحل بحل الصبيبات حل الصاك حل الدهب حل التيتر حل البرطمق حل الطنوبي وش تيلا بقيتي دائما رابط غير بحياتك بطلابك بحاجتك بالاشياء وتتموت الرغبة وما كيبقاش عندها معنى هاد الرغبة وش تيلا مش التماث وما بقاش عندها معنى اشتيحياتك كلها تصبح في لوعة ولا صبح تيحياتك في لوعة بلما تقلب على هذه اللوعة الأصلية اللولة أعرف بأن هذه اللوعة اللي انت أسستي اليوم هي اللي ما عمرك تخرج منها إلا بمراجعة نفسك وبإعادة النظر لهذا الله تعالى فرض عنها في القرآن قال ما يغير الله ما بقومه حتى يغير ما بي ما قالش ما فيه لأن ما فيه هداك القوانين الماكروسكوبيك السيب أطوميك اللي كندوق كون منها أما ما بيه كل أفعال وكل أعمال وكل إنجاز مرحبا مساء الخير على كل مستمعين الأوفية اللي استمع برنامج بكل وضوح دائمان رفقة الكاتب والبحث فتح للنفس وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي مرحبا أستاذ أهلا بك مرحبا لسهنة بارك الله فيك الله شكرا لك أستاذ اليوم من خلال بكل وضوح قد نتكلموا على صعوبة كيعيشوها بعض الأزواج يعني تكونوا مزوجين عايشين سعاداء في زواجهم حتى أنه كنسمع لهم على أنهم وقفين على الطلاق أو لا تلقوا فاشنوا اللي واقعوا أستاذ عند هاد الأزواج يعني كانوا باخير فرحان يمزوجهم حتى تم الانفصال واش فعلا نقولوا على أنهم كانوا مرتاحين في زواجهم ولا كيستنعوا الفرح والساعدة في الزواج ولربما كينشي بنيات يعني أعمق فكريا نفسية وراء هات الصعوبة طبعا الحال الله سبحانه وتعالى من لك إخبرنا فقر أهل كريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شكرا للم لك يكون وحد المصدر علم علم يعني متأكد ماشي علم مشبوه كيصبح الأحداث ما كتشكلش خرافات ولمش يكونش الإنسان عندوها ذاك العلم اللي المصدر ديالو تابت كيقولوا الأحداث كيشكلوه خرافات ضربوهم بالعين تابعا الحسد هذا السحور شو مسكينا شو مسكينا بحطينا حيث الحادث هنا لف حول الغموض مرا وراجل مزوجين كي خرجوا فرحانين غاين فرحانين غادين فرحانين عايشين سعادة كدا وكدا 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 إذا هو موش فاعل عقل تميل يتكلمنا على الفعل ما يمكن لك في الفعل إلا أنك تقوم بمحاولة فعل الفعل أما الفاعل هو في تصرف وباش تتلحق التصرف خصك يكون عندك ولوج الأمر والأمر بيد الله سبحانه وتعالى إذا أنت بحدود بدا في الفعل والفعل ما تيسر بين يديك من فعله هو اللي بغاك تدير ذلك الفعل لهذا كنقوله حنا وما توفيقية إلا بالله وما توفيقية إلا بالله حتى يستطر لك هذا المتقبل لك فقط الوصول لك يستطيع التصرف على الفنة الفعل هو انقز مشترج وانقز مشترج يقول لك هذا هو الفعل هو انقز مشترج وتقول لك حتى انقز مشترج ما هذا الأمر اللي خرج من الرحم ديه ليس طل في الدنيا يتطلب من الرحيم يتطلب حيش ترجم وهو غي وضع الكادر هو الفونتاسم يقولك شمع الخارج لكي خرج راسه يلقى الظن حيطة بيه في حلق الواقع كيشوف فيه واحد الحاجة جاي منها ما عارفهاش واحد الايطار اللي هو الظن إذن هنكملو في الجولة دينا اللي احنا بدينها في هاد الموسم الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى وبرضى سيدنا رسول الله الله ما اني يحبك يا سيد رسول الله ما اني يحبك العقلت على الشهر ليفضعنا الالفين وتونتاش ها سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين انه الحق الايات في الافاق وفي الانفس البرح كنا وصلنا يجيب العمل على اقتلاع الشيء من حق الطلب شنو كتعني هاد لغاشمان دولوبجيه وشانبور السمبل لي بزوان مفهوم الشيء مخصوش كمعنى كله يتجسد في الحاجة وقضاء الحاجة حيث منك تكون محتاج جيسمك الواقعي في المادية ديالو سيطلب منك شيء مادي فاللي هادا كتلقوا حلقية الشاباب بعض منهم كيمشوا المخديرات لانك يحس انه صوحة الشيء بللي ما كيعرفوش كيخدر نفسه على اساس هاداك المخدير غي هدن حتى كيولي له ثقفة ذاك الشيء اللي هو المخدير ورغير ماعرف شنو الشيء اللي خاصه به شنو لواء كل لواء ماعرف من جاي اذا يجب العمل على الاقتلاء الشيء كمفهوم من حق الطلب اليوم غير نمشيول واحد اللحظة واللي كتشكل بالنسبة لي انا في هذا الموضوع اللي وضعنا اليوم واحد الزاوية ماشي هي الحقيقة ديالو هذه واحد الزاوية كبيرة واحد كبير يلا يلا تفهم ولو يكونوا مسببات اخرى لهذه الهزات اللي غيريش هاد الزاوية وزوجته هاد الزاوية يقدر يقع لهم هاد الحداد الى هاد الزاوية اللي غيرت تكلمه في اليوم كانت مهدومة وكانت معروفة الاخرين يجيوا صغار يقدع لهم الانسان اذا الرغبة تجعلك راغب والاخر مرغوب فيه حين اذن تراغب نفسك له وهو يراغب نفسه لك ان نقول نحن اهل العربية كنرغبك نفسي رامشي بحنقل كنرغبك على نفسي كنرغبك يعني كنرغبك كنحرزك كنهيجك كنهوشك كنحرك اما كان رغبك كنت توسل لتسعاي لذا انت تباك الله هاد المرأة المغربية بهاد الانفة ديالها وبهاد الحطة ديالها تقدر تشوف نفسك انت واحد اللحظة تترغب واحد شخص باش يرغب فيك قبل ياه اتقبلها يكوخي يكون راجلك ما غا ترغبيش غا ترغبي شي الشدة رعا عندها دور رعا الفرق هنا هي غير الشدة غا ترغبي قليك الشدة هي اللي كتخلي الفعل يتقبل من نفسك انا ما كنرغبوش كنرغبو في نفسي هو ما كيرغبهاش كيرغغبها اذا يقول جاك لكم هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون اكتمال الرغبة بمعنى اكتمال بنيان الرغبة عندما احنا رغاضين كنفصلو في الهوية دا الرغبة قادين نجبدو لها الراسين كاريديا لغا قادين وصلوا نشرحوها يقول اكتمال الرغبة ماشي اكتمالها في لاجبيستانس في النشوة للمتعة لا عندها العليم اكتمال الرغبة بمعنى اكتمال بنيان دا الرغبة بحل شي حايت كاتب الان صفي وصلته للعلود يالون اللي انت يدرته في الدراسة للهندسة ولنقول ذلك بكل وضوح تخير كيتكلم علم بكل وضوح تقول اه ها بولو ديغون كلير تخير تقول اه ولنقول ذلك بكل وضوح في ان الرغبة الشيئون لا يمكن ان يطلب الرغبة شيء هاي مراتب شيئه هاد الشيء اللي تم اقتلاعه من صيغة الحاجة والطلب اذا هنه غادي يلقى واحد التعارض جدري مع الجوج البنيات ان الرغبة شيء لا يمكن ان يطلب هنه غادي تحط هاد المفهوم هادا كحقيقة اذا احنا في الاناليز انتلكتويل لغس كوماني بولا دياليكتيك اذا هو الغابة دي احنا سبعها فهذا الغابة اشتي المفهوم دي ببو حذر اخدام اشتي المفهوم هنصبح ببو حذر اخدام فك اذا اشتي من اللي كتفهم علي دهد العليم جاك لكم في ان الرغبة شيء لا يمكن ان يطلب اذا اشتي هاد هي غادي تقا اخدامه بيني غادي تتحرك غادي تلقل بنيد البارح بنيان الاضطراب هو على وجه التحديد ونجد دائما هذه البنية توقف على ما يليه الذي هو من رتبة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل سجل طلب هاي غادي تتعرض مع هادي هادي بان اكتمال الرغبة بمعنى اكتمال بنيان الرغبة ونقول ذلك بكل وضوح في ان الرغبة شيء لا يمكن ان يطلب اي غادي شد من اللي من اللي صراحي غادي تجري وقد تعرضها واحد اخرى بنية طرابية هم؟ على وجه التحديد ونجد دائما هذه البنية تتوقف على ما يليه الذي هو من رتبة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل سجل طلبة يمعكسها نعرض حالكم بالامثلة فوقاش كيكون انسان راغب فلاخره هي راغبة فيه من اللي باقين ما مزوجينش من اللي باقين ما ضامنينش بعضياته من اللي باقين ما ما تشربكوش حتى كيدورو حقد الزواج والزواج اصل الاستقرار واصل الكسل عند واحد الناس اصل الاستقرار واصل الكسل ولهذا غال مشيتو عند التيرابوت اللي كيدروا التيرابي كونجوغال ولمشيتو عند السكسولوغ سوولهم على ديك الحقبة اللي دي الكوبر ملك يضرب ما بين سبع سنين وعشر سنين قلوها المغربة يقول لحمد خاوة كيقاش دك الاشتيهات اذكر عن البلاده ههم ده الخرافة هادو قالو السحور والتابعة وما عفشنو والاخرين قال لك الحمد خاوة اذكر الجهال الجهال ما فاهمش حسن لك سد فمك المومن يقول نوش عسلم يقولو خيرا ام يصمت عاقول حاجة مقاد دولة حسن لك سكت الزواج اصل الاستقرار واصل الكسل فاش فالرغبة لماذا؟ لان من ليه كي يدخلوا الزواج كيدروا عقد الزواج يقولي انسان بحالك يدير هاداك الكيتوس نصحاب القونطابيدي كعرفو احد لو تابس مثل الكيتوس هو مثلا انت عاطي لك كاس لشي واحد عندك محل كجي الصباح كتتحل المحل كتحط له واحد الفين درهم الصرف هو عنده سوق ممتاز ولا عنده قصارية ولا عنده شي حاجة والرواج كيبيعوا الناس ويشتريوا كده 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 فالعشي يبني كيسر كيسد يجي عندك يعطيك الحساب وكيحسب معك لك كاس اللي رضيته للكو ديها انت عطيتين الصباح الفين درهم الصرف هاي ايا هاش حالبعت ها فلوس هذك الشي ها هو الشيكات هالبونات هذول يخذو كريدي لك انت قد صرف معاهم هاوما ها ستوق اللي خرجت ها ستوق اللي اعطيتيني سنيني الحاج هنا هذك سنيني الحاج واللي ما حال فتسمي الكيتوس باللاتيني يعني اوني كيتس اوني كيتس ما تسني من سلك حساب ديالك مضبوط نمشي الناس في حالي كأن الناس من اللي تي بقاو في سيجيل طلب هاش هو اسمه سيجيل يقيت لكم اردوا لبا المصطلحات هاشنو قال تتوقف على ما يلي الذي هو من رطوة الرغبة يعتبر ويعبر عنه داخل السيجيل والسيجرة هو الكنتابيليتي هاد العليم رمشي يجي و يقول لك انغوجيستر ونيفو دي غوجيستر الاغوجيستر هو ديال كتاب الضبط هو ديالكنتابيلي هادوك البلايس المرق مئين مسطرين إذا كم سي الناس اللي هما يبقاو يتكاسلوا رويضا رويضا يقول لي هزهم الماء مغربا يقول لي هزك الماء لما ديالاش ديال ديمومة الأشياء ديمومة يعني 2 بحال 3 3 بحال 4 اللي كديروه 2 كديروه 3 كديروه 4 كيولي الديمومة بحال رويض اللي هزينتران هو الحديد فوقو ما هزينو هزهم الماء واحد لو قيتها هذك العشير اللي معاها وهذك العشير اللي معاها شو اللي مبقاش لقي الحلاوة فذيك العشير قيت حطوا الماء الليولين قيل هو شره بش هوتو عدمو الفواكيه وما بغاش ينقب عدمو الفواكيه قلتال دار خلتال قد ضياف ضياف جابود الله حمدكالا هو رش هوتو فذك هذك الكاكيل وذك الكيوي ولا لاتحن عروبية رياحين يقول لك لازمت من حاجتي يعطني منها حيتعارف رأنا المشاتات تشغل رمغيد وقه اشتها تفاوت مع الرغبة هنا الرغبة هنا الرغبة هنا الرغبة ديال ديسير الرغبة ديال كاد اتخير واحد جايبك فويتا نحلا القامرتو دير الرفيسة شغد دير هذيك الكافتة غد دخلت اللاجة اش در لك ديري قطيبها واحد حيدلو غهو يشوها واحد اقطيب ديريه لوك لا غد ديريها ذيك البروسيدور ذيك المستارة واش هانا يا مصايبه دجاج البلدي وريشتو دابجي بتلك فتا انا ادخلت اللاجة وما يقدش عارضها شوية هو مشاشره واحد الجلابة جلابة مصوفة عجبة وليلبسها ويدي شوية قفازية جاتها ناقصة شوية يمحملعت هذيك الجلابة القفازية هو ورا بغا يتجاوز هذيك قفازية ويبعاي اي غلغال في جلابيته قلتلو ويدي واشنا غادين عند عائلة فلان شو وهبية واحدة شدواتك جلابة وينديريها لفوق غبرة قا قاش بغا يلبسها ايا كذلك مشات تحمات دار تلات بلاسونتك الضغب رقليك سبحلا عندما لك تشوفوا فوجهكم حلو كتبنان مرما فيه الضغب وجهة وياك تقولك الضغب وجهة والن فكش لا فيه سيرياختي حيدي واشترى التلات لكم عينكم سبحلا على فوجهاكم اشي بحلا عيني نحي عليكم هم كتبت لكم المرات ويستهئة ينمع وكتبت لكم لا بقي فيه الي طاش يا لها ما فيه الي طاش والاخ واشنغاد داري فالخير نحن نخص مرحة خير كتبت أذيك شديالها كتبت وحد القوى يجيوان يشوف ما ينتهش تغيروا الوقت كتبت له له اسف خير اه له اسكتبت لا شكتبته يقول لها شنو الضياف جاين يشي فاكتور هتخلص ادراني زادوليهم في المصاريف ندرازها يقول له سافي كول كل نحس كول الشي لحتي هات الزقلات عندهم اصله هات الزقلات هادو عندهم اصله وفصله دابول بعد الفاصل وخام بعد الفاصل مساء الخير لكل مستمعين الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائمان رفقة الكاتب والباحث فتح لي النفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي اهلا بك أستاذ مرحبا مرحبا لسانة بارك شكرا لك أستاذ نبقى دائمان في موضوعنا وكنت وضحت لنا أستاذ البارح فتح لي لك حاول تعارض ما بين ان الرغبة شيء لا يطلب بين البنية الاترابية ما كيخلق استضامة بينتهم فكيفاش أستاذ ينفكو هاد البنية من حيث الفهم هاد الزوجين احنا كنشوفوه مستقرين في الحياة والدين من نظمين حياتهم مأدبين خلقين كيصلي كل شيء بيخروا على أخي ضاهر حتى تتباغت العائلة لا رهم وقفين على طلق رهم طلقوا بأنه بسقع شعوا عند محامي وبركوا بجوج وداروا تطلق اتفاقوا كل واحد زين ونحن نعيشوه في المجتمع حاليا ومشحال هدي كان غيمكنش بهذه الحدة طبوة الكيبان تابعه الحسد العين كده وكده كده أو الفهم واحد المسألة اللي اللي يجاك لك مشه يقول عليها يقول عليها لن يستطيع المرء الوصول إليه بمفرده لن يستطيع المرء الوصول واحد أشياء أنتم ما ستسمعوه إن شاء الله اليوم بمفرده لا يمكن أن يكون قاري اللي قاري وعنده الكفاء اللي عنده وعنده تجربة اللي عنده شي حويجات من هذا العرف دياله هو اللي صالح له في الكفاء اللي كيمارس ما يقدرش لهذه المجال ما يقدرش له ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش إذن البارح اللي وضحنا بأنك كان واحد المعضي لأندي لهم قوة جاية من ليمن كتلاقي قوة جاية من ليثر الرغبة ليس شيء يمكن أن يطلب كترغب في نفسك ليس كترغب لأخر عفك عفك بوسني عفك 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 حبيبا مرتي عفك عن القيني الله يجنسك بيخي ما راب الناس هنا يفروح وش مزوج باش يطلب خاصة منك يتزوج لإنسان كتلكم كيت ترخى دولي كاسول في الرغبة عنده بحنا داوين على موجداهد ماشي كاسول عنده دكاء عنده تقافة المرأة ما غتجيه كبنت عائلة ومستبوه عفك عفك حبيبا ومش حالي مع النقطيني وعفك عفك عفك وعفكون اللي حبيبا تخيل المرأة وغتديرها مراجوج كلعب كلعب كتلعيب ونكو حلو قيترة غتبلل رأسها بأنها حمق إذن رغبة ما يمكنش أنها توضع في سجيل الطلب والبنية المرادية اللي هنا جاك لكم ما سماش ما قالش البنية المرادية وعطانا اسمية البنية المطاربة اللي غتلقاها فين ما كانش واحد جارش يحوي جارها هتما تيقول لك البنيان ديلها أن كل ما يعتبر ويعبر عنه على أساس رغبة كيتحط في سجيل طلب شام وجوج ديل القوة قوة جاية من ليمن غتلقاها مع هذين من اليسر أن الرغبة لا يمكن أن تطلب وأن البنية المطاربة تتجعل كل شي الأشياء في سجيل طلب بما فيها الرغبة إذن هذه اسمية معضيلة هذه المعضيلة باش غتفك تغديلها خصك تفهم ما يمكنش تحلها من حيث تسولك ما يمكنش تقول له واحد وتبدل وتغير او الله لا تبدل لماذا يمكن أن نقول الله لا تبدل لأن هناك قانون للواء هذا العليم هذا وهذا العلم الذي يشتغل في هذا المجال لا يمكن أن تشفو هذه الواء رب حلم يمكن أن نقوله لفخص قانون هل يمكن أن نقوله قوة الجاذبية ما هو الواء أو لا لفخص لأن هذا الجهاز المصدر ما سيقوم بها ما سيقوم بها ماذا يمكن أن يقول له لفخص ايضا لفخص قانون الجاذبية لن تتبع يقول لك مراتب ومواضع اللوعة العاملة وعلاقتها بالمرأة هاد مراتب ومواضع اللوعة العاملة وعلاقتها بالمرأة هاد كل اللوعة اللي عاش بعد ما خرج من الرحيم هاوحده هاد الله اعلم اللوعة فين هي غير م wer kitsch رايك Ultimate مراتب ومواضع اللوعة العاملة وعلاقتها بالمرأة فيما نقصد حين نتكلم عن الحب والقراهية والجهل وأشياء أخرى شنك تقول شي أنا بالنسبة لي الحب شنك تتعبر عن ما تظن أنك تعلم في الحب شنك تقول أنا بالنسبة لي الحب هذه السعرة واحد كتتدلين في التحليل بأن ركتتدن على إنبوزيسيون دا فكت واش لا فكت رقم ثلاثة؟ واش لا فكت هذوك اللي قرأ بزاف اللي استخدته بريمير هما اللي كاينفليونسي وبلوطار السيجي قدمه هما اللي تحت بزاف قدمة تأتي ديالهم في حياتك دابة دابة في الحاضر بزاف إذا لم شو حتى يقولك شي بالنسبة لي أنا كرامتي أنا رجلي قلية بذل بذل نعم أنا بالنسبة لي كرامتي اشتدابة هي عمل قاضي هذيك الجملة تتعني عند البوليس في المحضر تتعني عند نحنك تتعني أن لو عخد دامة أنا فكت دام ولو عقدي مو كبره إذا اشتهاد المعضلة ديال من جهة بنية طرابية اللي كتجعل كل ما هو في الرغبة كيتسجل كيتقيد في مجال الطالب وطالب الأشياء وأن عنا الرغبة لا يمكن أن تطلب ها يا معضلة هذي كتدفع من ليمن ليسر ويدفع من ليسر ليمن وقوي ينجوش كأن القوة ديال هم تقادة لوعة الغضب غيطينا أصل الغضب يقول لك الواقع يحضر هذا هو الفعل المباغي يقول لكم ماذا هم مرة اوضعتنا هنا ما هو الفعل المباغي هذا هو من الميزة الخاصة الخالصة للرجال لا تعرفوش للذكر ولا تعرفوش للنساء الرجال الحرار الملقحين اللي مطبوعين هم اللي عندهم الفعل المباغي وش مالي كي يحيدو الرجال اوش كي يقول هو الواقع يحضر ومن اللي يحضر الواقع الواقع لا يتذكر الواقع لا يتجمع المدولة راه الواقع هو اللي سيغلب عليك بحلمك تشعل العافية في واحد الغابات ومحيطة في واحد المدينة الواقع يحضر ماذا تتفرج في هذا الشجر يتحرك سيغلب هذا هو الواقع يحضر ماذا راه الرجال راه بنفس الفعل المباغيت غير هما الفرق ما بينهم ما بين الواقع ان يلمشوا وتخرجوا دروا الفعل المباغيت في حياتهم الزوجية مع المرهة مع الدراري المجتمع شكي رد الفعل هو تتقصعو راه هم نبأهما بان من لقصتهم وغيجيك الواقع اللي ما يمكنش لك تقصعيه شكي يقول جاك لكم هل تخيلوا معي هاد الزوجين المثال اللي ستسمعوا هده بحثوا قدام عينكم هادك الزوجين قالوا لي طبعا الواقع يحضر حين تمت حياكة نسيج معنوي جميل حين تسير الأمور على أحسن ما يرام من النظام والقانون عن جدارتنا وحسن إرادتنا حينئذن نرى بأن المتبتات لا تستقروا بداخل التقب الصغير هات الحياة الزوجية عد المراء والراجل رب حل هذا البلاكار وشرته خشبه 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 قليل بلاكارات اللي يتعونه عن فصلين هذا ما قاله بزاف كي يرامو كاليدنة بزاف كاتت بشيل واحد المحل وشتريه بلاكار في كاطالوج مقد كتعته لك في كارتونه لبتخيلوا حياتهم الزوجية هو هذا البلاكار جابوه بياس بياس مورسو بمرسو هيا قشد طرف هو قشد طرف وكيف يكسون البلاكارت بعد ذلك يدرونه يدرونه واحد تقابي في الحياة بل لك شو تكلم حين ايدي نرى بأن المتبتات لا تستقروا بداخل التقاب الصغيرة هو غي خليك انت تخيل شنو اللي كيشد تقابي شنو اللي كندروا حفل تقابي ما الشوفيات شاذوك الشوفيات هذوك هما الأفكار دينا هذا هو اللي قال عليهم هو ناسيج حين تمت حياكت ناسيج معناوي جاميل شهدك ادوك التقابي ودوك شوفيات هو واحد الخيال ها خيال هالك تتحابور الحب كين هاتو ما كتفرر ره صنعه صنعه في قونت خر صنعه ماشي فيك ماشي فيها هي ولا فيها في هو وصنعه في انه يسقل نفسه فيه وتسقل نفسها فيها ويحضي الغولة دياله بالفهم ديالها ماشي بالعصاء انكم نقول لكم غولة من انترى تفرسك ولكن ريم كلك تروض وتلعب معك البيانو وتقرار لك ابتوليمي وتدير لك السويدو فوريي هاتوك الغولة تقدر تدير لك مضادر وتقاد نيابها وتضحك وتحيد لها الدفال وتعزف لك موظهر هاتوك هاتوك الغولة رفع خيره تزك تومك وجدك وقبيلتك تقول لك بعد ما صيبوا هاتوك البلاكر وقدوه يحضر الواقع الواقع يحضر حين ايدي النرى بان المثبتات هاتوك اللي شوفي اللي كالوخيين شوفيات واخرجو من الحي ودخيل بالك تقول انتو حبابك تتغدى وكتتفرج في ذلك البلاكر علىك طويل وعريض هاتوك تصاور دي الحاجة الو الحاجة هنا تصاور دي عيد ميلاد الهيه توقباد وككسمهم لأي بلوق احتوه وطعين ذلك الشي منحاس وشو يوه يخرج البلاكر من حتي مجيه اشغات شد سورت بباك سورت العرس شد الماقعي انا شدي انتي لهيه شدي منه غيطيح لكل شيء نتوكلوا على الله مش نطلعوا نشوفوا اش واقع فهذاك المعضلة المعضلة تيقول لك من اللي وصلنا لطلب الاشياء تيقول لك طلب الاشياء لا يتعلق هنا الامر بما يطلبوه المرء من اشياء ولكن ما هو عليه بسبب هذا الطلب اللي عقلته من اللي تكلمنا على تأطير الفهم من اللي تيقول الانسان انه هو يفهم معنيتها انه يدري ما يفعل خلصوا بدأ اصلا يكون قادر على احداث الفعل يطلب انه ما ترى هو غير يحاول فعل الفعل اذا خصقت باش تفهم هذا الجمله ديال ليس لا يتعلق هنا الامر بما يطلبوه المرء من اشياء يعني الطلب الاشياء را ما كيعنيش هدك الاشياء الماخ بيز كذا وكذا وكذا كيعني ما هو عليه هو بسبب هذا الطلب التموقع دياله وما هو عليه يكون موازيا لقدر الطلب المكبوط الخفي المدحور في النفس هذا ما يعبر عنه بشكل مغلق بداخل الفنتاسم الدال على رغبة المرأة نرجع عليكم ولكن ما هو عليه بسبب هذا الطلب ما معنى ما هو عليه فنرجع للفهم ما هو الفهم انت دري ما تفعل انك دب انت تدري ما تفعل وهل لك ديرية بالامر كله اللي انت كتفعل من حيث تموقع ديالك اين تموقعك انت في ما تفعل مثلا واحد سيد كيعاون خمرته هادا خدام وظيف مزيان الدولة مثلا خمرته كاسول مدندن هو بغير يربح المحبة مع مرته كيعاون هاد نسيبه هادا يقلبه على خدمه كيعطيه فلوس بالشركة شي يقلس معها في قواب غير الدراجة لاخر فهم بان هاد نسيبه هادا رواقه بغير يعاونه ولكن رواقه بغير يتهنى من من مرته اللي محي يحاعله ملقى كيفاش يسكتها بغير تدرك بهاد بهاد نسيب لاخر فهمها اشنا والفهم يعني هادا بغير يعاونه انت دري ما تفعل ولكن اي ما هو تموقعك حين تفعل روا الاخر عقبك بانك انترى ماشي من اهل الاحسان لكوك تقدر الخير درعاف اخوك تانيت مخلي اخوك مش امر لها ويتعاونه نسيبك لاخر طلعوا قالوا تزي ما قاعدة فيك خير لاخوك رام قرد لها في العروبية مخليه ليحهم عمك ومك تعاوني انا نسيبك عقبه هوا غيدخلو لثالثة ولو انك هتفهم ولو انك تعرفت موقعك ممرت موقعك هوا القصد قالوا شوف الله رحم بقنا ماشي كان عاونك هتزيلية وكان عاونك هتختي اختك اللي هي مطيت احناني بالسوالة دي بالله رحم بقنا خسلين تفضي منك باش تسكت هي شي علاق الملتي صارحوا بيها هذا راب غيش ترين راحل هي بها التمال احنا وإلا غاديدخل عندها يقول شوف الله رحم بقنا اخوك انا مولتهوش لك انا ممزوجك اشتي بخوك خير يدير لها بحال وكاف وكاف العشيه يجيون في عينها قدوك وخارجين بالبكاء نيف هتحل ولا فيستاميترو شعرها وقف شاد ذلك خنش هتدوا وطايحها وكاد يقول له رفق اللي بغيس كدين السميتار يقول ناري ثلثيين من الكلينيك في السميتار القلب واللي واقع لقع مرضه بالقلب واللي تقولي بالصح مرضه بالقلب ومالين على الساد الملايين في الليلة مضربه في ثلاثة ومالين على الساد الملايين والله ما نزر هتاك العفريت ديالخوها ونصبر حي ترى البلاد ذا مر ما يقدش يتموقع كيف مبغى رجوبن دياله والربعة ربما اندفاع دياله ولا 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 تالتا شي مواضيع وش امور والله وخط موقع التموقع الصحيح تكونوا واسعين وعراضين وشاسعين خصك اللي يعاونك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العزم إذا عزمت فتوكل الله ما معنى إذا عزمت مش شي العزم هو أنك تحزم العزم هو تقلب اللي يعاونك ولو بالرأي ولو بالفهم أما لا قتل لي هزمعك ويعاونك وما تكبرش كشك في الربح متى تربح مليون واقسم هذا ربعة واخد شوية لكن تكون ربعة غي حدايو لك لا كالك يقولك أنا أنا عرف وبغي نربح حيث خدمتي ودراعي وفالاخر كيعطبها فقون دخور إذا هنمت يقولنا طالب أشياء لا يتعلقه هنا بما يطلبه المرأة من أشياء ولكن ما هو عليه بسبب هالطلب حالنقطة كنت ذكرنا فيها قبل المدى ما هو عليه هو تموقعك ما هو المؤسس للتموقع عند الإنسان ماذا قال جاك لك؟ قال المراتب هو مواضع اللوعة العاملة وعلاقتها بالمرأة شاديك استلخل لولا يتصلخ دريش دبوك شمطا دلموا وما دلموش وما يمسلخوا عنده خمس سنين عنده ست سنين سبع سنين لعب الكورة لزت كورة شير بها الوحد الشرق من دي وحد الفيلة ججيرين فرش خليهم فيترين على قدف شجرده يا برد الله تفزعوا جاو كي يجري وخد دائما مجروحة شوفوا لدك شداش الدريج بحي تصمتع صلخ يا ما تصلخ أوه هذا الدري كان مقبف طنوبير كان يقول له كان يقول له انت تباك لقاري وانت تباك لازك زوي وانت أخلاق وانحمد الله طلع له الخيال يلو اسم السبع وقع ذاك الحديثة ذاك الكورة الرجل دخل في واحد الغضب شد الدريج كشمته الدريج جاك لكم يتكلمني على ثلاثة الأنواع ذا الرغبة رغبة المازو اللي معدب رغبة الانتحار اللي بغيت فهم تيرورسم اللي بغيت فهم فعل دي انتحار اللي بغيت فهم رغبة الانتحار رغبة رغبة ديزير ديزير سويسيد ورغبة الساخاء الديزير اوبلatif ثالث المازو سيطل alcanz من الان الوحد يجب أن تتجاوزها تقول لها غفول ما تقول لك اللحظة التي تتدحرها هذه الصلخة يا إما تشبت بولد فلان ولا بولد فلانة وكتسخى وكتنفي وكتنفي رد اعتبار لانا تقول لك تشدك لانا ديرك كتنفيه يا إما تدير العكس كتقول أنا غنطالب برد الاعتبار ومن اللي كتقول أنا غنطالب كتأسس في نفسك موقف كتتوقف فوق منه بحل حذرة طالب الأشياء لا يتعلق هنا الأمر بما يطلبوه المرأة من أشياء ولكن ما هو عليه ما هو عليه يعني فوق منه طالع بسبب هاد الطالب إذا هنا واش طالب ولا مطالبة هي رجعت في شيغات الطالب ولكن رجعت في شيغات الطالب ولكن رجعت لها رقي طالب بغض الاعتبار ولكن مبقاش هو مجهول بها مبقاش مجهول أمو ولا مجهول حياته اللي هي نفسه ومن اللي تزوج سبحات حياته هي مرته ومرته ومرأيته يشوفها صورته فمن اللي يخاطبها من اللي قلنا لكم أنا كمتكلم فوق ما تخاطب نفسك حقيقة من اللي تقول انت على نفسك من اللي قلت لك المثال قلت تكنسيبتك وكذا قلت لها واش انت يا الله من اللي تخرجي من الخدمة وكتكوني عيانة واش بقها لك في انت وستع الخاطر مع شي واحد من اللي قلت لها واش انت يا الله من اللي قلت لها واش تكوني خارجة واش تقصد بها هي ولا انت اذا فوقش كتكون متكلم من اللي قلت تستعمل ضمير تاند المخاطب باش ينوب عليك باش يعطيك حقيقة انا اذا هذا اللي هو في طلب الاشياء اللي احنا في معدلة قلتنا نهرسه وحده من الجوج قلتنا نولجو قلتنا ندخله الواحد البنية اللي مؤسسة له من حياته بالله ولي ما يعيش بها لذا كنت يقول لك يعني رد هذا الذي لن يستطيع المرء الوصول اليه بمفرده يعني اللوعة التي تنعته هو من على مستوى الرغبة اذا شكن تقول يصبح دال على الرغبة اللوعة اين اللوعة هذي كل اللحظة اللي تصدم هذي كل اللحظة اللي تصلخ ما شدش في الوظيفة والصيفة دبها ما شدش ما قالش بباردير عوظيفته قال ابا ظالم اتباه احيد كبير علي اتباه تقولك عوني انا سأعيد نكبر وسأتعرض الفلوس وسأعطيه درس و نساه هو هاد شي اللي قال هادش ركيت قال في النفس نساه و مشاوه و دارسوا عيصامي عيصامي يعني معصوم معصوم من هذي كل اللي قلت لكم كي يحصر يحصر هذي كل ماده اللي رحتها يحتل عن البر وبقى حاصر هاد خيير بينها هو تيت حر إذن هذا المرأة اللي مزوجة واحد الراجل مزوج واحد المرأة وكسوها في مؤناترا في مؤناترا رش القوانين أنا كنقول لكم في مذكار عباش نرحم للياتي مرتاه للياتي عندكم رب حال بحال رجل المرأة لم تساوين حال بحال إذن لوقيت اللي يحذر الواقع هاد الواقع اللي قال لونجاك لكم بعد أن تم حياكت حين تمت حياكت نسيج معناوي جميل دارت الزقرات وكادا هادارك يدوينينا عن لوعة الغضب حين تسير الأمور على أحسن ما يرام من النظام والقانون عن جدارتنا يعني إنسان كيتبعها من جدارة واستحقا قد شيدرت وانا شيفين وصلنا واتزوجنا وستاد ما كان عنده والو وعاونت وقفت معاه وضحيت ومشرت لها ذهب لها والو وقنا نجمعه وفلخره ويددوج علي هاداك شنو اللي يحذر الواقع هاداك مش الغضر الاغضر حاجة خرق احنا دوين لكم على حين نرى بأن المتبتات لا تستقروا بداخل التقاب الصغيرة كتظن من دولنا هنا عن المتبتات والتقاب ماذا تكلم؟ هذه هي البنية الاستحوادية البنية الفكرية استحوادية هذا هو اللي يقول القرآن ذلك مبلغهم من العلم استروقيته اللي كتظن بأنه عندك العلم الكافي حيث وصلتي درتي فيلا ودرتي يوش فيلا ودرتي ودرتي وكتظر بلانجلي وكتقرر ولدك المريكان وكذا وكذا ضميتي أن علمك غطى الواقع ديالك انتظر الواقع يباغت ومنهم هاد الافعال المباغيته في الواقع مرحبا مستمعين هادين توقفوا مع فاصل كالعادة ونرجعو نواصله بكل وضوح ومع استقبل مكالمتكم الهاتفية على 05-22-88-0060-61-62 السمعين الكرام صباح النور عليكم صباح الخير مرحبا بكم في اللقاء جديد من برنامجكم مع المحلل صباحكم بروك شهية طيبة لكل من وعلى مادة الافطار طريق سلامة لكل من وعلى الطريق نتمنى انكم تكونوا مستمتعين بغتكم مع وريداتكم ومعنا ايضا صباحكم بروك اللي كيقضيش حاجات الصباح كنقوله بالتوفيق واللي كيستمع لنا كنقوله مرحبا بك فتحيتنا لكل مستمعين وكالعذا في هاد اللقاء الصباحي اللي كيجمعنا بكم من العشر ونص تلتنش ونص كيكون معنا الأستاذ مامون مبارك الدريبي كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي صباح الخير صباح النور اللي سوكينا مرحبا لله نحوال طيب على خير الحمد لله أستاذ مامون دائما في لقائنا مع المحلل حديتناك يكون على علاقتنا مع أولادنا ولكن أكيد أنه الأساس فيها علاقتنا مع نفسنا قبل منها فالحياة اللي كنعيشوها الآن ربما حياتي شي شوية متسطرة إلا ما كانش بزاف يعني على حسب الدرجة ديالنا نحنا ياو حياتنا كيفشكتدوز فكنقدو نوصلوا الواحد للمرحلة اللي سافي كنحبسو فيها كل شي كمنا نقول لك أنا عيت سافي تقهرت ما بقيتش قادر نسير هذيك المرحلة بالضبط هي اللي كتظهر فيها مشاكل اللي ما كنعرفوهش ميه كتجي يعني كتولي واحد النوع من العناد فعلقتنا مع أولادنا لقدرنا الإسقاط على الموضوع اللي كنتكلموا عنه اليوم لا يتكلموا لنا لا يتكلموا لنا لا يتكلموا لنا حسب تفكير الوالدين لا يتكلموا لنا ولكننا الوالدين لقدرنا لك اللي هي فكنكي يقولي واحد ضغط في العلاقات أنا عيت أنا ما قيت نسمعوا لهم قد تقولوا لي تأتي حاجة أنا سأتجنبيتي ونخرج نسوا للسيدات أنا أريد منكم عدف صافي صافي أنا ماني على هذه الحياة أش داني نجوش داني نولد هذه الأمور كلها كتقدر تقولها المرأة ما عافش الراجل وشهوك يقدر يقولها ولا لا ولكن كتقدر تقولها المرأة فش ناوي التفسير النفسي اللي يقدر يستطنن هذه الدرجة في التعامل هو من حيث الإنسان قنوط طبيعته طبيعته لأنهم اللي تبدأ شي حويج التعاود بشكل روتيني كدير الحياة اللي يقدم في مخبازه راكي يصيب الخبز بشكل روتيني اللي يقدم في معمل اللي يصيب عمل اللي يتقاني دياله هو أنك تكرر بشكل روتيني إذا الملال والقنطة ما دويش في نحن اليوم هذا الإنسان تيمل إيشوي واحد تسافره واحد تخرجه ويبعد شوية على ولدته ويشوف نس خرين ويسافر تعاود ترجع الأمور اليوم نحن دوينا على على بحل شي فقدان شي حاجة هذيك الأم وهذيك الأب هذيك العلاقة الطيبة وهذيك الأشياء اللي يتمنوها من اللي يحقوها اللي هو الزواج اللي هو البيت اللي هو العائلة اللي هو واحد المال المشترك اللي هو واحد بشاريع هذيك تكبر يجي واحد لوقيتها سواء الأم أو الأب أو جوج بحل كتطيح له شي حار ترى في مقتش نحن من هذي الحياة طبيعي الحال اليوم غندخلوش في الزوية ديال ما يسمى بالبيبي بلوز اللي كانت المرأة عاد والده غيوقع لها ما يسمى بالدبريسيون بوصتناتالي اللي كانت عاد والده ما يسمى بأنواع اللي تخيب للدوليومور ليلا اليوم اليوم احنا في واحد البنيات الفكرية اللي كيف ما كانت الاحوال النفسية هذي البنية الفكرية غا تكون سواء كنتي سليم البنيات النفسية أو عندك اتراب بالمزاج أو عندك اتراب نفسي أو هذي البنية الفكرية تلقاهم موجودين كي يعتو الأرضية اشنا هو هذ الخاطر أنعود واحد لك المداء من والسح خاطرك الله يخليك ألا ما واسح خاطرك صنا هو هذي الخاطر لحتينا ذا بسونا شي واحد على الخاطر شغي يقول لنا غا تقول ذا بلا إلا سكينا في الخاطر وصع خاطرك إلا سكينا عافك مع ناسك مع كدا وصع خاطرك شغي يجيك انت عفوين هكا في الخاطر ندير الخاطر على حساب خاطرك ايش نهي يلا قول يعني يعني غادي نستحمل الناس اللي قدامي وغادي ندير معهم السواب وندير معهم الأدب ولكشي وخي يكون على حساب نفسي أنا واذا باشتي هنتي وصفتي لنا كبح الشراسة الخاطر هو كبح الشراسة سي انفا بلوكي لاغري سيفيد الشي الخاطر هو عندنا واحد الشراسة فينا هتبدأ عند الرضي عملي كي بدأ يرضى عبزولت مو في منهار كي يجداد كي عضها كي يشد البزولة في الجهة حتى نمو كتقول لها وليدي عبشو لا افع هذيك لاغري سيفيدة هذيك الشراسة فينا إذا الخاطر هو كبح هذه الشراسة من اللي تكون عيان من اللي تكون مرين وكي يشي واحد ويسوف لك تقول لها عيان ويقول لها رجلها فين درتي لي الكوستيم زق وهي ما ما بقعت عقلها على كوستيم ولا على صباط ولا شي تم في خصية كبح هذه الغضاء عبدك الشراسة وتقول له تمعلك ستغوت عليها كتشوف لعنا مره هذا ودكته إذا الخاطر هو عض على دراسك كتشوف لها لك تشكر هذيك الشراسة لك ما تخرج إذا الخاطر شنوه فرمالة إذا الحقيقة ما يتمه إذا الحقيقة ما يتمه حتى تعال فرمالة من لي كان فراني انا كان شد الغضاب ما نغش حلقة دينا قاش نبقى نشد وعنا نرده ما تركل هذا نوب هذيك الفران غدي عيان ونوب هذيك البلاكت فران ما غيشدش إذا الحقيقة الخاطر ما يتمه إذا من ليك تقول هي مقاش كان نتحمل ولادي معنيتها مبقاش عندها الخاطر ليهم وكيف وضحنا بأن الخاطر هو الفرمالة هو هذك العض على الشراسة باش ميكونش واحد رد فعل فيه عنف يا إما نفسي يا إما لفضي يا إما جسادي باش ميكونش هاد أنواع دلعنف هادو إذا ما غنبقاوش حن نقول إنسان دايما فرمل 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 فراني 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 خصوه يمشي بلاسة ميبقاوش فراني ويلقى الخاطر إذا ما غنبقى يمشي بلاسة يأسسها باش ميبقاوش فرمالة كتكون غير استثناء احنا كن نكون كونسوق السيارة عدنجوش دل الطرق باش نقص السرعة يا إما كنديرو الفرمالة إما كنديرو غيتخوك غاضي لبوت فيتاس كتسمى الفخا موتر فلاك انتي غادي صايق ووصلت الواحد للبلاسة ومبغتيش فراني بالجهد كتسمى الفراني وتعاون بالشانجمون فيتاس كنت غادي في القاتر يام كتسمى ودروا ثلاث يام كتسمى وثلاث يام كتسمى الفراني ما هذا الشانجمون فيتاس مع الفراني ينقصلك من حدة الفرانيج وكينبعد البيلوت اللي هم كيصوق السيارة بواحد الفنية و بواحد اللي عارف كبير مكيستعماش قال الفران هو يخدم غب الموتر ده ده ناس اللي متعلمين انتك تبع تدير بحاله وتتقلب او تدير بحاله هرا كنت البيلوت فهم اذا فين غا نمشيه لان الخاطر هو غير فرماله هو كبح هو شد الغضب شد هذك رد الفعل الشاريس والشاريس هرها طابعة الانسان الشاريس هو طبعه ورا قبيح ورا وار اذا انك تهدى بالنفس وتهدى بالنفس ما يخصش تبنى فقط على شد راسك شد راسك ولا نضربك لذي وتي محاكت لكل أسا دائما نقول الولادنا لا يخصنا نمشيه نبنيه في بلاس اخرى اذا الخاطر الحقيقة دونه مش يتم فين كينا هنا في احد السؤال عنده علاقة بالعلم ككفاءة وبالعلم كحقيقة مثلا من اللي كتزوج المرأة ودخل الدار كتأسس بيت كانت مع موبها في الدار كانت محمولة انا مثلا باش كان نعرف الواحد واش عنده هاد نوع من الكفاءة من حيث هاد العلم كان نعطيله واحد الفاضاء يوضبه وضبه مثلا تعطيله مكتبه وضبه ويستفل الكتوب على حساب مراجيه وعلى حساب كده وشوف علاقته مع القراءة اللي غي بدون يدخل القراءة فذيك المكتبه كي غي يكون قد يبقى ديمح هادي وهذه الكتاب الدول بلاسته بعدك يبقى هادي ان النظام اللي هو وضعه يبقى مستقر وهو النظام اللي مشيتي تحطيته قصو يصبح حي ما تكون واحد المثال ديال البيت اللي كتأسوا واحد الدار اشتي الساس ديالها ديال الحديد والحجر والسيمة هذا كساس ميت كيموت يبقى يتحرك اللي كن بدونه نوضبه في الدار هو الصباغة هو الجليج هو الضوه هو ديال الأتات هو ديالتوضيب واش تول معنى رهب حي البيت غير ان الساس ديال البيت اللي حديد والسيمة ميتحركش والساس ديال المعنى حي كيتحر بمعنى ان الاسس اللولة اللي انت انت تبنى لك بيهالمعنى الله يجب ان يكون باخر هنال المعنى ما كان قصدوش بيحنا المعنى اللغوي كان قصدوش به معنى الخبز معنى الحم معنى الحليب كان قصدوا به واحد الاشياء مواقف عشتها مع مكوبك عشتها في المجتمع هذيك المواقف عنات لك اشياء وهذيك الاشياء من اللي تعنات استات لك مواضيع غيتحط فيها المعنى اللي غدي تجيبون تب فيهمك الفكري اللغوي واضحة هاد الصورة نحاول استوهب نحاول نستوهب دبا وصلنا كان مشير واحد الموضع اخر اللي غيبنينينا حقيقة الخاطر لان الخاطر في حقيقته ووصع خاطرك ما معنيتها عضر دراسك ما تعيير وبقام بتاسمه نعمه والدين عمه بابا احتارين غاد تبقى هاد الحاججة وهاد الاموال الابذيره وكما هتقج لان غيجيك واحد نار يكون فيك الجوع ولا ما عندكش فلوس ولا عطت لك البنك غاد تنفاجر غاد تنفاجر وهذا هو المجتمع ليش يقول لك كانوا مصاحبين تتضاربو كانوا كيبيعوشو تتشانقو مراو راجل كانوا غادين مزيان تتطالقو ما دويش حنا هاداك المشاكيل الواقعية ديالك عنا فاولك يسبال لا غادين معك كليين عوجين شو يباق شهاد باق رحيد هاداك تيفرمن وهاداك تيفرمن حنا في التحليل الفكري ما خصليش نبني لك الحقيقة على السلوك ركاين علم السلوك رافيهم استيميولي ريبانس هاداك رهى مدراسة انجلوساكسونية امريكية يالله حديثة العهد حنا راجيبن هنا المعاني رهى من الفلسافة راجيبن عندها ما قبل المسيح ستالاف سنة ورمعة سبعة لف سنة ويكدرب يعني الانسان عنده واحد واحد الضوء رفيع الى جعلتي الاشياء تتفسره بين يده بغيبقى يفرمن شغلو هاداك بغيبشي لعند هاد العرف ديالفهم خصو يوسع لنا العقل دياله لانا مغنعطيوش وصفة كيفاش غينقى خدراوي دير صوبة غادي نعطيوه واحد للمعنى غادي نوصلوه له انتو ما غتشوفو ان شاء الله المعنى ماشي هو معنى الكلمات ماشي هو معنى اللغة بالنسبة لي نحنو نكنتكلموه نحنين المعناوي مكننقولوش مكننقولوش مكننقولوكم او هاداك الجزيئة هاداك الجزيئة دارو لها لها واحد توضيب دارو واحد المرباعات ودارو واحد الموضع وطوكمنوه مساحة و لكن ماشي انت ان حفلت القوادس لو هاد الحارر دارولك هما ماشي انت لجبتي تضوم عنده وينه جابوه لك هما ماشي انت لدخلتي الماق جابوه لك هما مش انت لي حدتي الحدود أرضك حدوه لك هما يعني يجزؤوه لك هذيك اشتي هذك البنية اللولة اللي لقيت الأرض يلك مقادة عندها العبار على مع الجيران والواد الحار دايز من تحت القوادس والمواصل والضواصل وكين بعد نوبات حتى كيوزجد لك تالحفير تيوجد لك الكروزوف تيقول قادي نلوح لك الضالة والساس وانت يكملي شي هذا هو المعنى اللي كمدوه ومن يجي هذ المعنى هذة هذ المعنى جاء من مواقف عشتها عشوها عشناها مع والدينا لطلقون بعض الأمثلة بسيطة شوفوا واحد المره غادا تجيب الخبز من شي مخبازة ودية ولدها معها داري عنده تلت سنين لاربع سنين وشوفوا المره كتخلف وشوفوا الداريك يجري لانه هي مشت على حساب مرعية نفسها مشت المشيه ديالها والمشيه العادية ديالها راججرات دياله هو يتندبه في ذلك اللحظة هو ما كاش بغي يجري طر انه يجري استأدناته ما لبسته الوصبر ديلا قلت له الوصبر ديلا ها هو فعل اسس له معنى ها هو اللي تدري عليه الدرك ها هو الدري هنا كي يجري وورا ما استعد للجري وما بغي يجري علاش لا شيء انه حطط المرعية منها كتمشي ما عرفتش المشيه ديالها راججر خلفات دياله هو هتتغور مالتف تتلوش مالتبه تتلوش ها هو تأسس له فعل جل الدرك اذا هتدري هذا من اللي تشوفه هي ما كي يجري غتصلخو غتقوله تمالك عكا تجري وتميم تشتراسك مالك تغاذا تجيب الخمز كتك تجري به واش عرفتش المشيه ديالك العادية راجر يعده هو ها هو فعل واحد ونقال نعطيكم حالك عداد ما بقى هذا ذبرا غير بسيط عطيه لكم مثال نعطيه لكم في العلقة مع نفسك العلقة مع الرغبة ديالك العلقة مع الامنية ديالك العلقة مع الاحلام ديالك العلقة مع الضن ديالك العلقة مع الكوبة ديالك واتي كله كي يصدر افعال عندك كنت سحبوتك يبقى مخذول لنا في نفسنا غيناس كل شيء يصدر افعال وكتعطيه رد فعال الولد ما تفهمش تعده تقرصه تتسبه وتخنزر فيه الولد انسان ما لبسش صنداله ومشه في الدار ما تستقبلوش وتقول له عفك حبيبارانير جلك نخاف عليها دقاشي حاجه لبس عفه وليس ندلتك وخصت تفهم ما هذا الام اللي تلاحبش وليه بصنداله لانه لمشي دياله هو برجل حفيانه فيها واحد رياضة القلب دياله لانه ميدخه رجل ميدخه شي ما بين في رجلنا عندنا واحد السومينة دي الحم شي ما كتتمشوا عليها بالحفاق كتدخلك الدم تترجعو القلب اذا هو بلا مشعر جسمه نقول له دخليه دخليه هذا قاعد رياضة كلهم يدارو فلسال يدارو بالحفاق لان الميدخه وحية تفريغ حتى لديك الشحنات الكهرباء اذا كأن النظام بحال دك اللي قتلك عطينا هي وضب مكتبة وجو القراء هو يخصو يدير واحد العملية يضربط ما بين الكتب ومواضيعها هو يتحمل مسؤوليتها هو يدبر شغله ولكي ما عارش يديرها فهو اللي داير الحضيان في غايفني زيت الكتاب الثمتاج لأضا تحركت من هنم طابلة يهو ديران عندي صاحبين بغيت نمشي نقراء معها ثم الكتاب وكان ديران دوام عام ثم ما نعينا من غوتوش وشوفو كيف يتحاورو بالويفي حتى يدورو ابسيسيوني هو حيت ما قدرش يدير روابط ما بين الواقع وترتيبات الواقع ينا با بو كريي دي لين سيمبولي كي برمات دليه لغيال اصون ام بلاسمن باندون سون دي بلاسمن لغيال كيت دي بلاسة يتحرك نتخسك تربط ما بين هاداك الواقع اللي كيتحرك و المواضيع اللي و الدبطيله كيتسمى النظام فشانا استيعاب هاد الى دلاصه هادى و كين ديرو كينووو كن نزقيا هذاك الواقع ان نفج لا يدخلوا حتى صوابتكم هنا لا يدخلوا حتى اصوابتكم هنا لا يدخلوا حتى الاوروبيين مدخلوا التكنولوجي و داروا الاسپيراتور سون فيه هاداك الصغير والكتاز بديد و داروا واحد الماده تسيق بها الارد بلا مدخلطها مع علمه ودارو واحد اشطابات كي يجمعو الغبرة بالالكتروستاتيك غيك اشطابة يروها اسمعوها عنده واحد كمبوزيسيو غيك اتقرب هالغبرة هي كتجر هي الغبرة باش انت بيدك تتجيب الغبرة الغبرة كتجر عن هذيك الشتا طيب ايشو ما دارو هاتشي لان عارفوا بان العقل ديل المواطن والمواطنة ديلهم في الاستيعاب ديله الواقعية محتاجيني فاصيلة تولى باريس دفع احنا راعد ننص الواقع بحال باريس داربيضة راشي بها مرسايش الواقع الاكتر محي الفوضى محي الفوضى اذا هنه هاده اليتي يقول لكم انتقاش الخاطر هي يقول لينا ما عندوش جوج العلوم علم كفاءة التدبير السيانس ديل الماناجمون ديل لغيين ما عندوش كفاءة التدبير وعلم فهم الحقيقة محي تأسيس المعنى بعطيتكم بعض الامثلة فعلم كفاءة التدبير الراحنة فاشلين فيه واحد العداد بعطيكم مثال شهد تلاجة صغيرة ديل بيرو وقل واحد الكاتبة بنتي عافك استفلي هاد القراعي المنضى و هاد الدواء و هاد الحويجة تلاج كيلي غد دي القراعي وقفي كيلي غد دينهم ناسي لذات يوم وقفي بوامثلة هاد الحويج من وراهم او قابلهم بوامثلة و هاد الحقيقة بوامثلة بدأت بريكولي لما تتخرج هذا الدواء وأنا هما لديه الموكفين من وهنا من أجنبه شوشوا كوزينتكم لن تدخل كوزينتها مغربية هذو السوالين دا بلو بحل لها السبات عر خصون بضطات ما كدينا سيقوم بحل كل شي بيض وكل شي نيكال حل البلاكار حلو هتلقى تبصيل فوق تبصيل فوق تبصيل فوق تبصيل هتلقى تبصيل تحتانى ولا عنده القاع فوق منهم تباصل البلاك فوق منهم الكيسين بغايدين انت تشرب صوبة خلتي في العشية درتي واحد صوبة خصك التبصيل الغارق اللي هو التحتانى خصك تحيد هذك الشدي الفوق هيتباصل الفتحين وتوصل تبصيل الغارق هل تحلم العملية درتي؟ لسيد العملية، لماذا؟ حيث ما قلتش المادام جي بضبطة رقصة هيا براسها المادام ما عندهاش دراية رأى علم هادا رأى علم هادا هاد المناجمه هادا رأى علم اللي بغى يفهمو يشوف كيف هاش لزامريكا مع اليوريس كي يوضبو ستاسيون اللي في الفضاء وطلع هذك الفضاء وتفرج كدير كل شي احدا يدك ميمكنش تهز حاجة ودبطتها لتحملنا بغيت الكاس بلعصم له رأيش透ك بتوما一个 الفضاء بتوما一个 نفس الصحراء وعندو ذلك الخلق ادو التساع إذا لماذا في ذلك شجرة يضع الحليب لماذا عدو ذلك الخلق يضع المعاز لماذا عدو ذلك الخلق؟ فمن ليش دينا وسكرناهم في برطمات وجمعنا ذلك الشيح دافة للاجاق ستجد الكراة ستجد الكراة ستجد الكراة يخصنين بديل الدار و عديلاتات بزعر هل تعلمنا؟ يعني ما تعرفونش الليب تيمي ده بركن دوريكم في الشق ديال العلم كفاءة ده بركن دوريكم في علم الحقيقة لك اسمانه إذا انتبه هاد السيدة هادي من اللي دخلت لدارها و تشري حوال المويعن و تشري هادشي ما كاشخصها تشري إلا جوج تباصل من الحاجة ولا ثلاثة تباصل من الحاجة حاجة اللي محتاجة لها إلا تيشريه حيث كين الرميز حيث قاتل همه و خالتره تمان صول دارين و فعل البلاسة من اللي يشريه لباو الرغبة الشراء ومرباوش الرغبة المناجمه إذا من اللي يدرك يمشي الكوزينة حلو ذلك البلاسة المعالق و البلاسة الموهن ايكي تعيي و ما تدروا لهم بلايسهم دي ما تتخلطوا الفرشيطات مع المعلاق الصور مع الكيسان مع ذلك المميز علاش لأنك تشريوا بزعر إذا هناشتي علاقة النظام في داخل اللي بايت خصتتكم مرتابطة بالشراء من اللي تبغي تشري المرة ما تشريش ثم علاش ما تبغيش تعلق هذلك الكاثرونات قد تخشيهم دائما في البلاكار و قدلوا كاثرونة في القاسرونة في القاسرونة قد تبغيو دي ما يكون عندكم بحل فرماسي مزين بحل فرماسي شي ما تدخل هي ستتلقى بوتاجين قي و تلقى الفرماسي مجموع وهو رموضي الحياة تخسي كل الكاثرونات مع القين تدخل تزكسرونة الصغيرة مع القاء تحتها لماذا ستتعلق لانها تعني لها الشقاء لانك تقول هي ملك تكون كتجمع تشقاء لبعا ندخل لكم المعنى و ملكتشقاء غراك ما تسعد اذا قاع الاشياء اللي تذكر لك انك تشقاء ستتغبر عندك كنت تحبور الناس يصنعون الكوزينة بهذا الشراء ما فهموش هذش رفهمين ان الكوزينة تعني شقاء هم يغبرو هورا هذوك البلاكارات الفرماسية اذا هنا خصني باش نخلي علاقتي مع الاشياء بيأطرش عليها المعنى خصني نعود نعيد فيها المعنى نعود نعيد المعنى لهذا الاشياء هذا هو الانسانس هذا هو الاصل لا معنى اعطيكم ميتة هاد المرأ اللي كتبغي ولدي اسمعوليها ما كيسموش له هاد الابل كيبغي ولدي اسمعولو ما كيسموش له ما كيسموش ما كيسموش ما كيسموش ما كيسموش صيغة الامر ما واضحاش صيغة الطاعة والاكرهات مخدماش موقبولاش فهذا البيت وهي اي بيت ما فيش صيغة الامر وما فيش صيغة الطاعة والاكرهات شوهولو يكونو يحبوه حب قيس وليلة نبغيو ماناشي ناري عيتولي وقلو لي راح نعيشين سوعدة اسيد دريبونتر اتخربك نبغيها نبغيش هدي شي بيت من البيوت يعيت ليه قولي الله ودي احنا ما عندنا استيغة الامر ما عندنا استيغة الاكرهات ما عندنا وعلو وعدنا عي الحب وعدنا غيل ويقام كل شي غادي بي خير وعلا خير نبغي هدي البيت هدا نمشي نشوفه ونتصور فيه مستحيل 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 لا ما كيش شي دولة بلا بلا بوليس ما كيش شي مؤسسة مالية بلا الحراس في الباب ما يمكنش في العالم كله هدو الانسان ايسان عنده انفلات المعنى عنده الجنون عنده الحماق عنده الهيجان ويقدر يرتكب واحد الفعل يخسلها بالدم يكون واحد الاشياء تحده واحد الاشياء توقفه واحد الاشياء تخضعه والداكي هو اللي يتعامل مع هاد الاشياء هدي بواحد الاريحي وكيبشي كي يقلب عليها يقولك انا من اللي ما لقى الشياء الاكرهات راكيش مشكلة ماشي كي يقولك انا دمسنعني واحد يقول يا شنو ندير انا دمسنعني واحد يأمرني شي هدك اللي يقولك دمسنعني اللي يأمرني عارفو نيفروزي بالطابع يقولك عندك رأنا نفل واحد اما لا سيدي اللي تنخدمه تنطيعه في حدود الواجيبات اللي تخلصني عليها وفي حدود التعاقد اللي عندي معاه ما غدي يطلبش منيش اشياء خيالية ما نديرهاش وانا يمليغي اعطيني امر وغادي يجي نقتليه ويلاحظ عليها واجيب هداك وانا تنحني الراس ما كتعنيش ان الانا ديالي موجودة في هداك الموضع اذا من حيث المعنى من حيث الحقيق تكلمنا على اللا معنى أولادك ما يسمعوش لك كلامك ما مسموعش ما تيخضعوش هما في طبعهم دائما تيقلبه من حقيقة الأشياء اللي نقل Kath Solar لولى يخصك أن يري هادي يجرCI انت تخضع وتمنيرك يعني كتقول له حكسنانك يريد ان تتكون حكسنانك نفع نعم انت كتقول له تغسل نحنه انت تغسل دائما تقول له ما تغودش كتوم ما تغودش انت عندما نتغود يا تشهتي هدا هو تلاحك趣 هدا هو التربيت الحال يعني الحقيقة مني غيجين احنا هدا السباح هذه المعنى المؤسس للمواضع استقرار المعنى اللي غادي نفهمه يعني شي ما كتفهم كتخلق واحد ناتيج من الفهم ديالك كيستقر في واحد الموضع شي هذا الموضع السولو واحد معنى اولي شي هذا الموضع الاولي كيكون عند بعض الناس مبني عن اللا معنى نعطيكم مساء واحد سنة جاختبه واحد سنة هيا فذيك النظر اللوله ما ما عجبهاش دلست ماهما ما دقتوش يعني اتها مجنوهاش في الضوقة يعني باسل تقيل فأل النفس ولي اني ما عندها حد اخر مجي اخطفتها حد اخر مجي لها دول لها دول وهذاك اللي يعجبها هي ورغمها فيك هي مثلا محلومة مجيش مضارش عندها فدورات فراثها واجين لبقوا الشغل مع هادا مش تهي من اللي قال تجين لبقوا الشغل مع هادا لاتهو ربما توقل عليها لبقوا الشغل مع هادي لو قيت اللي دخلين لحياة الزوجية ملبقين شغل لي ترى مبنيينش في اجتماعهم هنا على معنى واحد كيعرقوا بجوج منه على اللا معنى عندها هي واللا معنى عنده هو وخدامين تي حطوا واحد ولا ساوست منهم ماشي منهم ما منطلقاش منهم عاما وسط منهم ماشي بحال واحد محا من واحد ومشارك معه في طاجين كيم يدي الدول طاجين كي ياكلوا رمصة حماء محت طاجين عامر ماشي عارفوا ماشي بحال واحد كتحبوتي يحبك وكتشارك الحب ديال ديالك معاه انك تاكل معه طاجين محت طاجين عامر الحب كاين محت طاجين اخوة الحب باقي الشي هذا هو اللا معنى هو الوقت اللي تتعرف هي وتعرف هو بانه هي ما تتعني نواله وهو فيها هي ما تتعني لها واله وتخيل لبهات الجوج هادو معات ربيت ولادهم من اللي غادي يدران يشربوها اللا معنى هادا اش بغيتو ولادكم يعطيوكم كاشارات يعطيوكم الهادانا والسكون يعطيوكم الاستقرار طمأنينة ولا غايعطيوكم القناوين المجدبة الوقت اللي غادي يعطيوكم القناوين المجدبة انتم ما غا تبغيو تزقيهم بالضرب بالهادية بالتحويل بالتخويف برو كاش مبغيتك وش غيسقو 姑 عندما هو مراكات يشربوها ماننى الحال بان ابا آخر بان اomie يقول له ماذا يعني لك ابا اي ما عارف يقولها وملي ابا يقوله اختيك تسمعيه يقوله علش نسمع لك رغي ما عارفش يعني لك اشكت تعني لك ممي الشي هو ملي تشوفه وتتقلب ويتتقلب ماشي في الواقع كده تتقلبه يعني في المخ في الفكرة مزاجيهش الفكرة رجع ال الاصل اللامعنى اهنا عندكو تسحابو هاد اللامعنى هذا بعد ما غدكتشفوه ولا غدتلقاهو في البيوت المغربية بزاف عندكو تسحابوها راح تميه بعد الفاصل احنا مشيز معكو سوالي قبل ما مشو الفاصل واناولي الاسف احنا كتير من مرات كنقولو ما الولاد الغربيين مثلا احنا ما كنشوفو جان عندهم مشاكل كبيرة دبما كنشوفو دبما منين فتحنا على براميج حتا وملي عندهم فالببادا وكشوفو قناوات فرنسية لغير ذلك كرا المأسي كبيرة جدا ولكن غير ما كنتي كتشوف نموداج الله شوفو وليداتهم مش حلم هدنين شحلم كالمين شحلم كي وحنا يا جنون كي طيرو عمرنا مدرنا هذا الربط في المعنى وفي تفسير فهذا ولي كان دبا كي دور ليه في البلد ياللي لا معنى للا هما ناس عندهم تاريخ كبير من حيث المادة الفكرية وما عندهم ش تقطع احنا كحضارة عربية اسلامية دات طبعة امازيغية كبيرة في المغرب ان تقطع هما ربما صرحة في مشاعرهم كتب انت في علاقش مع اولادهم تاريخية تقطع الخيط نهاية الحضارة عثمانية تقطع الخيط الاستعمار تقطع الخيوط لابا هذا لانا كنسترجعوا واحد الرصيد فكري واحد التقافة ديالنا لانا كنسترجعوا واحد الهوية ديالنا ديالنا كنبنيو ماشي كلش ياراكي اللي دير كوب بيكول يا ماشي ينزل على ديالهم هما وكي دير كوب بيكول يا كي دل اسقط عندنا انا اللي ما تلقى اني كان دل اسقط انا كن استلهم من علمهم كن احتار مع علمهم وكنشير علوم نحنا لا العتيقال القديم ولا الحديثة في الوقيت اللي هما ما وقعش لهما هذك الديكوتومية لا تقطعوش وبقاوا عندهم العلاقة مع السؤال وما ناس عندهم السؤال ولاحظ لادوتي مع شي فرنسي ولا اوروبي ولا امريكي وكي ديرك براسه نعم لاحظة ممكن تتكلم معهم شوف حركة راسهم احنا كيدير لك الله احنا ديالنا موجهد الله دائما غيقول لك انا انا ابعد من ذلك هذي كارها الله غيقول لك الموضوع معقد على هذا من اي ترى انفهم في انت واله ورا فاهم الله غيقول لك الله المسائل فيها تشعوبات من اي ترى الله دائما عدنا الله هي اللي ولا عاد غادي يجيب تعليل هي التانية ومو حان وش ترح السؤال مش تلا ترحوه رمشي سؤال سيرسار باش حصلك مش يورك انه اعلموا منك هم اللي هم عندهم السؤال على اللسان هنا فاللقاك عندك شي فهم ان واحد نوب عندي واحد عائلية يابانية جابولي ابنتهم يابانيين جارتهم واحد مغربية في اليابان تتسمع الوراميج ديالنا وشافوها هذي كل اليابانية شاء اللي يابانية شافوه دك المغربية دائما عندها واحد الراديو وقد تسمع قالوا لي هاليابانية شنو كاتتساذا وش موسيقا وش قالت لهم لارا واحد البراميج كده في المغرب كالله شنو هدشي وقد كتترجم ليهم كالي يبغينا نشوفوا السيدخي يجيب عندي يابان ياباني ويابانية معا مغاربة كيترجموا ليهم وتسولوني على بنتهم يابانية وهي ليه اخي الناس اللي احدها امريكا يضرب على الدورة ومشي عند اكبر خبرة في العالم احدها اللي يجيب العجاب وهو براسول عنده بلاده وتسجابوا عندي شو غي يجيبوا عندي ان بنته بنتهم ملوعة بالكاليغرافي ذاك الخط الياباني ملوعة به ومالكتشفت الخط العربي تعلماته لانه جميل خذته غيم الجمالية فهو جايب لي حتي منزو كتعاني من واحد الاتراب جايب لي الكاليغرافي اللي كتكتب باليابانية خط الياباني وجايب لي الحروف والاسماء اللي والضباط بالعربية هلا وعزاء ان في العربية كينشي ارحائل شي جواب فتخيل هو هذك السؤال يلو غدي حيني انني نمشي نحلل عندهم الرموز ديال واحد الابواب عندهم انا اشتيهم الخط ديالهم من ذلك الاسماء اللي كسبو راه 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 يسموا لي لي يوغي ولم قد تعقل على اسمية اليابانية عنهم واحد الابواب كيبنيوها في المدن ديالهم حالي كتدخل تحت اسمية هي مكتوبة بحقية بكتب الكباب ولكن راه اسم ومشيت تطريت نقرأ هذك العلاقة ديال الرموز ديالهم هوا علمني حضرتهم هوا القحني فش عم حاجة ومشيت شفت لها هذك الحروف اللي كترسم البنس واتطريت انها ترسمون حذايا لانه نقدر نفسره اناه ويرى كتبه راه اذا حطيت لها الابجة ديال العربية قدامي وكنقول لي هذك رسمي الحرف هذك اللي انت رسمها هنا وحط لي صبك علاه فين هو مكن قوش لي انا اسميته بش ما نقدرش عليها وينقول الحرف اللي وعتت لهها بخطط متعددة بالخط العثماني بالخط الكوفي بالهذا وكتنشو كتقولي هذك اللي رسمته بعد ما نشوف الحرف عندي الابجة العربية نشوفه نقول لي عاودي يرسمه لي نشوف الضربة ديال البنسو واش غتبدا من الليمنية اليسرية واذا ستبدأ من الفوق للتحت واذا ستبدأ من التحت للفوق واذا ستعرض الخط من ليمن ليسر واذا ستعرضه من ليسر ليمن فين ستدير الشدد البنسود كله ردلو البان نقول رسمي ابنتي خي لا ترسم بهم مرات دي البان لهاد العميلي كان دير وقيت هاللي بيتكالفن في حويزات ويكن نشرحهم لها من هاد المدخل وصلنا الواحد الاشياء اللي كان عندها في هاد السؤال مجاو الله تسير خي لا يبع من لي هاد الياباني غيمشي دي بالبلاد واذا سنبرك في البيلو جايش رب واحد كويز دي تاي وكنقول الحمد لله الذي نفعنا بما علمنا مرحبا الحمد لله احنا كده مزال موسم معكم مستمعينا انتوقفوا مع فاسل ورجعلكم دائما وبرنامجكم مع المحلل